احدي بس يا هايدي وخلاي حال هلو 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 افريبادي ازيكم يا جماعة ازيكم وحشين هايدي يا حبيبتي وحشان يموت سوري عيتين صاحبتي واسم الدلع عيتين اه اقعد حبيبتي اقعد ايه تقعد فين انتي يا استاذة بمنظرك ده يلا نزلي تحت استني البي في عربيته ولا اقولك خللي تحت دول يا كلوكي احنا عندنا اسرار شغل يلا لا 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 مفتاح العربية هوا يا حبيبتي استنيني في العربية ومش هتاخر ما تلعبيش في حاجة لا روسك ايه ده يا بابي داخل علي واستحبي في ايدك واحدة مش عارفة منظرها ازاي ده بدل ما توقف جنبي في الهم اللي انا فيه وبعدين انت طلعت هنا ازاي قصدي الحوش اللي تحت دول سبوك تطلع ازاي ولا حاجة قلت لهم وسعوا وسعوا لي وبعد حبيبتي كل دولة متربيين على ايدي قبل ما اسلم الشركة لحضرتك ونعمة تربية الصراحة عشان كده حباسوني انا وصاحبتي والمحامي بتاعي وسكرتارتي هنا ويقولوا لي نجيبك أرضي انا هيتقالة نجيبك أرضي يا بابي مش هتعرفة تجبري علي هتفضل الطول عمرك محتاجة انا همشي γملك الدكتور قال لي ايotted زي عشان بطاك عايز الفلوسنا عايز الفلوسنا إزايك يا رجالة أنا رجعت من سكت الشركة تاني مع بنتي هايدي قلت لها بتلها إزاي يا هايدي سادة الموظفين أربع شهور ما يقبضوش دول عندهم مسئوليات وعائلات وأولاد إزاي؟ أنا دايماً أحط نفسي مطرح اللي قدامي أنا قررت أصرف لكم الأربع شهور ونو بروبليم ده حقوكم وده واجب هما الأربع شهور مرتباتكو حسب العدد حداشر مليون هما دول اللي موجودين في خزينة الشركة إحنا هنصرفهم وحنصف الشركة نفتح شركة بقى كده نبيع فيها حاجات سائعة اللي يفهم في الحاجة السائعة يقعد يبيع معانا اللي ما يعرفش يتكل على الله لحد ما السياحة ترجع وكل حاجة ترجع أنا آسف يا أبو طالب بيه؟ ليه كده بس؟ إحنا خلاص بيوتنا تخربت حاجة سائعة إيه بس يا باشا؟ اللي ما يرديش ربنا يا أبو طالب باشا نتريمي ونبقى عواطلية بعد العمر ده كله مش هنسيب الشركة ولا نغير نشاطها إلا على جزاسنا هو إيه يا صدق بيه الدبح؟ أنا عندي حل حيرضيكو بس للأسف مش هيرضي هايدي بنتي قول! 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 انت عارفين إن الشركة ما بتشتغلش شغل يدخل جنيه واحد في قزينة الشركة إنما أنا اللي أقدر أقوله لكم إن أنا أضمن لكم وظيفكم زي ما هي حد السياحة ما تتصلح والخواجات ييجوا وتبقى المسائل زي الفل اللي عاوز يحافظ على وظيفته ييجي يقبض شهره وياخد أجازة بدون مرتب وبقيت فلوسه أمانة عندي أنا شخصية واللي مش عاوز يتفضل يقبض الأربع شهور ويقدم استعالته وأعتقد ده منتهى العدل وده اللي يرضي ربنا أنا معاك يا أبو طالب بيه وانا معاك يا أبو طالب بيه يا أبو طالب بيه يا أبو طالب بيه يا أبو طالب بيه ننصح جدير بالك على حالك يا أبو طالب بيه 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 شكراً معلش يا هاني هدي توقيع مرة تانية لأن الفورمة المرة دي مختلفة خلي التوقيع زي كل مرة أوكي أنا أهم حاجة عندنا الإجراءات تكون سليمة أهم حاجة اتفضل كده تمام الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم يعني خلاص خلاص يعني أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير هو في الحقيقة أصعب لكن علاقات ما روان به بسم الله ما شاء الله محدش كبير في البلد ومكلمنيش وبعدين حضرتكم فوق مستوى الشوهات والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة للاقتصاد أو السوق النقدي أنا طلعت ببرامج قبل كده كتير يعني عندي خبرة عظيم إن شاء الله حضرتك تشرفنا وتفدنا بخبرتك إن شاء الله شرفت يا مرام بي شكرا لك شرفت يا هالي مرسي أهلا بيك يا ألف مبروك يا رئيسة مجلس البدارة أنا قولت أسيبك اليومين دول عشان عارف إنك أنت خرجة من ظروف لمواقظة وميصاحش لكن أنت برضو طبعا عارفة إن عليك فلوس تنكيس البيت اللي لمك انت وقلتك من بعد ضمك الله يرحمه جرى يا سلوم لوقت ولا قدانه يا أخوي اتوكل على الله دلوقتي عشان مش معادك ده لوقت ولا قدانه يا قرية لما أمك وقتت من بعديها كل وعدة فيكم عاملة نفستي بتكوح حجير ولا إيجي صرفة على المحل ومكلفة يبقى يفروس تجيني وقاتي يزقأ عجلك إنت وخدتك بالبيت وأنت متعرفش لما تلاقي رجالة فتتكلم معها ولا إنت بش بيمشي غير الحريق انا لو شفت رجالة بيقدروا إحكوموا على نسوانهم كنت تكلمتهم لكن دورت ملقت للجال مفيش، A B Na لا إنت بس ما دورت لش پيش موسيقى انا ضربت الطور ده ازاي؟ عصبائي عصب بمؤمنت بتعمل دوشة ليه؟ ايه؟ ايه؟ هلأ؟ لا بدا لسه فيه تلت تعملت فيه تلت اوه، بنا بانه لا، بنا بانه بنا بانه عشان خط طب براح طب ... بص انسي الكدس الا بسميل اتشافه ان شاء الله الدماغ الفل يا حبيبي يا مروان صباح الخير يا حياتي انت طالب بس عبيبي بس بقى بس بقى الله وانت صباح الخير انا صباح الخير يا مروان مكتب النابل عم بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هادي ومروان ده معنى ان بكرا الصبح يطلع قرار بمنعك من السفر يا هادي هادي لازم تسيب مصر فوراً هسيب مصر يعني ايه؟ ومين قالنا انا عايزة اسافر هسافر ليه يعني؟ السافر ازاي وايه في الحالة دي ازاي يعني؟ ده الحال الوحيد لقدامنا انا كلمت مصر الطيران وحجزتلك على الطيران اللي راحي لبنان كمان ثلاث ساعات ومن هناك هتروحي على لندن هادي ده الحال الوحيد زي ما بقولك هتسافري يعني هتسافري مفيش وقت اللي حزن السلامة ساء الخير هادي أبو طالب الساد السنهولي موقفها ايه؟ تمام تمام من الاسف يا مداني في قرار منعك بالسفر صدور قرار المنع من السفر بالسرعة ديه معناها ان بكرا الصبح هيطلع قرار الدبطور الحضار يعني ايه؟ انا مش فهمة ولكن ما من اللي انت بتقوله ده؟ انا يا سفيهايدي ده معناها ان بكرا الصبح المفروض انك تكوني محبوسة ليه؟ على ايه كل ده وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت معاملتيش حاجة لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مران في الاحتيال على البنك ونصبته عليه في خمسين مليون دولار وحولته الفلوس برا مصر طريقة غير شرعية ده غير النبي أصول اللي انت مقدمها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ كرسة كرسة الحكاية دي طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هادي كانت لازم تخرج برا مصر بأسرع من كده بكتير خمس دقايق كان حيفرقوا دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير انها هتهرب جوا مصر نعادها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه وفي نفس الوقت انا هشتغل على القضية واتباحها بنفسي وحاول اوصل لأسرع حالة ممكن قبل ما حد يوصل لها تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما نووي يا طارق انت قربها يعني ممكن يفكروا انها هتكون عندك لا 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 الصح انها هتيجي تقعد عندي انا وبعدين اصلا جوزي طول الوقت برا البيت وبيسافر كتير ولو هنا ما بيجيش غير عن نوم برضو مش هينفع علينا اكيد حيدوروا عندك الفيلا اللي انا كنت هتجاوز فيها انا هو في التجمع الخامس ولسه بإسم رجاء اختي واكيد محدش هيفكر فيها انا يا جماعة مش عايز اعمل لحد فيك ومشاكل وبعدين مش عايز اكمل باقي عمري هربانة انا مش مجرمة ولا عاملة عاملة عشان اهرب انا خلاص قررت انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجة هما اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا سبتة محترمة وبريئة مش هيحبسوني الظلم هايدي يا حبيبتي انت طيبة قوي وبعدين انت في مصر لازم تعرف ان يامة في الحبس مظليم وانا لا يمكن اسمح لبنتي انها تدخل الحبس ساعة واحدة او اني ألجأ لأي حد غريب عشان ينقذك من المشكلة دي فيش غري انا انا بابي اللي عارف مصلحتك انا حوديك جاردين سيتي شقة واحدة ستة شيك كلاس حفاهمها انك انت متخنقة مع جوزك ومستنية في مكان ما حدش يعرف يوصلك ليه الا لما تصطلحه كده ابقى متطمن عليك ان ما فيش حد حيقدر يوصلك موسيقى ابو طالب بي شرف عظيم لينا ان انت حدريتك تشرفنا شرف لينا يا هارف انا انا هايدي منتي هتفتح معها اوي درية لانا اه سهل تخضر موسيقى 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 بس اتكلمي دوريه هاني انت بعتلك الشغالة طلباتي كلها يا حبيلتي مجام وبعدين عايزك تبقى بالطمنة انا همر عليك من حين لاخر وأتطمن عليك اوكي؟ لك حلوة بقى كده بس ما تفتحيش لاي حد علشان ما حدش زاكك عايزك حاجة مني يا روحي؟ نروح وبعصي يلا بقى عشان تطف الشمع لومة اوكي 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 المترجم للقناة 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 المنطقة محببينة محمد جوزي كالعدم سيفر تعال يا عوتي معي مينفعش يا دينا قولنا صحابها قريبها مينفعش طيب مينفعش تروح طاعد عند أهل محمد في الشليبت عين السخنة برضو مينفعش مينفعش تبعد قوي كده وبعدين كل ما الناس حولها قلت كل ما هتبقى مكشوفوا أكتر صلي بنا عنا بقى يا جماعة عليه الصلاة والسلام أنا باجى عندي المكان اللي أقدر أتاوي فيه هايدهانم الدبال الأزرق ما يعرف لكيش تريك زرة فين؟ بطن البجرة نعم بطن البجرة مش حلوة كده يا كوريا مش لايق على وشك يو وانتش فهمك إنت انت اللي هتقولي لايق ومش لايق مال ما حلوة هوا عملا قولت بالح مالوا البالح وحش وحش البالحة بالتشيبه حلوة اوه لايق عليها اهادتك لايق عليها حلوة أختي البالح حلوة يلا عشان تنطليش إخواتك يلا يلا السلام عليكم عليكم السلام ايه ده زكي أخي؟ اللهي سلامة يامسك أشايماء دي عشرة جنيه والنهاردة أجازة رواحي مش عايزيني فيه يا أخي؟ بحلجلها ليه هده؟ بقول لها أجازة اتوكل على الله يلا يو فيه يا أخي؟ استني بحقول لك فيه تفضري سحبنا تفضري خربة تفضري موسيقى 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 ودا يا اصله يا كفرة انا جعانة يلا حتروح المعر يلا يلا يا صديقي يا كفرة وكلوني يا كفر مجعب اتفضل يا سمس ما لقيت ده غير المكارونا دي كوريا عفلة على كل حاجة جواه شوف النملية اخذ اه ده كان في النملية دي مكارونا حلو تكليها مين؟ انا انا موسوكة يا جمالات افتحي بالخفيش سواني سواني موسوكة اهلا انت متفضل سلام عليك اهلا سلام متفضل سلام عليك ازيك يا زندو يوم مين جبل الغرب ده؟ ايه؟ ايه؟ في جبلات عاملانك اكل حلوة هو جميل اه؟ لا ايه وياخت دي حتاخده مني لا ما تخفيش ما تخفيش كلي 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 يا حبيب دي حرامية انا حرامية مالش يا تامت سولي لا انت زنبك ايه؟ هي يعني الغلبانة ومخاها طائق منها موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قالي كتير كنت مسافرة آه، السفر؟ يعيني عالسفر، انت عارفة انا عمري ما سفرت بس اسمع يعني بالسمع كده هو انه هو غربة، وغربة صعبة وم Plan مرة قوي مرة فعلا اقول ليلي، هو انت سفرتي قبل حد ست Laz mosres utiliz ولا بعدها؟ قصي انا صراحة مش فكرة عشان انا سفرت من هنا صغيرة كان عندي 17 سنة يااا ده انت سافرتي وانت صغيرة قاوي قبل الحادثة بزمان ده يا الحادثة كانت تيمكن من سبع ثمان سنين يعيني بيتها وولادها وجوزها كلهم النار النار كلتها غراب غراب طلل منه الشهر بقى الامر دهوت غراب ممتب كولي كولي بس انت عارفة والله العظيم دي رحمة من ربنا علشان ربنا يرحمها من الحزن والزعل على ولادها وعلى جوزها اخد يعيني عقلها وطياره وسب جسمها في الارض بس عارفة تحس كده هو تمهية ممكن تكون عايشة معهم بعقلها هناك ساد ابني مال اوه 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 يا حبيبتي ابنك اوه يا قلبس ملا عليك اوه 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 سادة بيحب البيت بيحب البيت اوه 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 انا لقيتهم كلهم راحوا للمستشفى وسبوك الوحدة قلت ايه اطلع قاعد معاك شوية عشان اسليك يعني واخد بخاطرك واخد بحسك عشان انت غلبانا بتصعب علي والله اصلا انا عشرية عشرية اوه 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 يعني ميرسي متشكرة اوه يا تامت شكرا بس انا بقى عرفت يعني 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 كمان انك عندك شوية ظروف اه اه هي ايه خير اه اصلا لما كنت في الخليج زمان يعني من وانا صغيرة جوزت راجل بس هو طيب اوي اه الله يرحمه توفى خلاص لا اله الا الله الله يرحمه يحسن الله هي الدنيا كده هو اه والله الكويس بيمشي وباتكل على الله مم وبعدين يحكيلي اهه ولاده بقى حرموني من الورث وجابوني هنا على مصر يعني اه وبس جيت هنا خلاص يا ولاد الكالب يا ولاد الحرام وبعدين كملي يا حبيبتي مفيش خلاص خلصت هي دي الظروف هي دي كل الظروف؟ طيب أستأذن أنا بقى عشان أكلم الواد ابني على التلفون علشان يطمني على الواد إبراهيم والبيت كوريا أصل أنا بقى قلت هم فيهم البركة يعملوا كل حال الغراب ماشي ها الغراب ماشي يعني هو الغراب أتنته أعدلك كلي يا حبيبتي كلي يلا سلامه عليك سلامه عليك سلامة اتفضل يا تا قوليلي أنا فيه سؤال تبا محيرني يعني أنت بتقولي أنك قعدت سبعتاشر سنة هناك في قلب البلد دهية اه وبعدين المفروض أنك ترطني زيهم لكن أنت ما ترطنيت زيهم ده اللي بيروح السعودية يعمل عمرة بيرجع يرطن اللي بيروح لكويت شهرين يرجع يرطن اللي يقولك اش تبغي واش حالك وحياك الله ليه ما بتقوليه زيهم أصلا أنا يعني أصلا أنا من كتر عميلهم فيها فخلاص كرهتهم فما بقيتش عايزة أتكلم زيهم ما آآ 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 كده فطنيني سلام عليكم وعليكم سلام عليكم سلام عليكم أمو سوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك؟ خالتك حرجت من شوية مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي خرجت؟ آآ 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 خرجوا راحو فيه دي واحدة ما تفهمش حاجة والتاني ما تعرفش حاجة في المنطقة ما تتخيرش عنها يكون راحو فين يعجش؟ وإحنا شعرفنا يا أخد حنمشي وراهم يعني نحروسهم؟ وانتي مالك أنت بتنحشري ليه؟ أنا باتكلم مع أمو سوك دلوقت أيوه هي بتكلمني معرفش يا كوريا راحو فين؟ بس أنا شايفها دلوقت خرجة مع جمالات دهيت وجمالات مبوزها كدهوة تلرامت لسلام ولا كلام والله؟ عاصم 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 على فكرة ليه؟ تعملوا دعاية ودي مش أخلاق أولاد الحالة المصرية الجدعان يا الله يا عضي يا ابن المفتوض عمالك لي من هنا؟ يا الله مش معقول يا كوريا يمتي؟ أنا مش هعملها معاك دلوقتي قدام أهل الحار لينا بتي لمانا على فكرة أن ما عملتش حاجة غلط صندوس كان نفسها في حلوة وانزلت اشتريها طب اتفضع لي يا أختي اتفضع لي يا عمي بس إنت يا عمي بقى تقول لي مبسوض زيك يا عمي فضالي إيه ده؟ انت لسه بتساعد الست دي الست دي هي وبنتها السبب في كل بيجرى لنا دلوقتي عمي وبعدين يا طارق الزم حدودك دادا انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي ما عمش عشان يعني بنتها غلطة غلطة ومن احنا نلبسها زن ببنتها انت كمان متربع على أديها تزعليش منه يا دادا انتصار ما عمش انت بتكلمه أنا كده عشان خطر الست دي؟ انا اتكلمي كده يا عمي عشان دي؟ دي اهان انا اليوم كده اسمح بيها بعد ياسدك يا عمي زيك؟ لا شكرا خير يا رشا ايه ده؟ دي أرقام نجوان انا عملت سيرش على الرقم ده لقيته في اليونان وبعدين؟ وبعدين ايه؟ انا قلت انك اول ما حتشوف الورقة دي هتقول لي خلاص القضية خلصة برقم تليفون من اليونان نجوان اتكلمت منه يبقى قضية خلصة يا ابني احنا كده خلاص حددنا مكان مروان خلاص كل حاجة اتعرفت كل شي خلص الموضوع خلص والدعم سيادتك فكر ان البوليس مش عارف مكان مروان؟ مباحث الاموال العامة اول حاجة بتعملها بتحدد مكانه على القرى أرضية وطبعا عارفوا ان هو في اليونان واليونان مفيش اتفاقية تسليم مطلوبين بينها وبين مصر بلغوا الانتربول علشان يقبضوا عليه لو خرج بس طبعا أخينا التاني مذاكر وفاهم كويس ولو قرر انه يخرج من اليونان مش حيروح على بلد فيه بينها وبين مصر اتفاقية تسليم مطلوبين يعني ايه؟ يعني الورقة دي طز؟ ما لهاش لازمة؟ مفيش حاجة ما لهاش لازمة بيه بس سيادتك دلوقتي لازم تلحق هتروح على فيليتك بسرعة علشان تتابع إجراءات التحفز تحفز ايه؟ عرفت انه من حوالي ساعة صدر قرار من نيابة بالتحفز على أملكك لكن ايه؟ أفنتم أعلى عبد الحميد بقى يسمى باحث اسم مصر القديمة يا سيد بدوي طول عمرنا أنا وهيدي بنتعامل معاك إنما اللي حصل إن في حد غريب دخل بنا تمام الأصول والضمانات اللي القرض خرج قصادها كلها موجودة ودي حاجة مش قليلة دي فلوس دي حاجة عشرة خمستاشر مليون دولار انت جاي تلعب معايا نفس اللعبة تاني يا بو طالب مفيش لهب ولا حاجة يا باشا اعتبرها تعصر زي ما اي حد بيتعصر بعدين جدول القرض على خمستاشر عشرين سنة وسيب هايدي ترجع شغلها وتبدأ في سداد القرض بدل ما تتحبس وفي كل الأحوال مفيش مليم حيدخل البنك سداد ايه؟ العجز أكتر من خمسة وتلاتين مليون دولار انت مدرك للرقم ويعني ايه تتحبس ويعني ايه مفيش مليم يدخل البنك انت بتهددني؟ انا ما بهددكش يا باشا انا بس بفاهمك حقيقة الوضع عن اذنك يا بو طالب انا عندي ميتي مهمة دلوقتي شرفتنا بس باقى بس بفايا كده بس باقى طب طويها بس كده هي مالها فيها ايه؟ بقى ليش يا باشا؟ ايه اصل البنية لسا جاية مصر بقى لها كم يوه؟ بس كوت بس كوت يا باشا عايشة في الخليجمان صغرها ولسا وارد جديد مالكش نحوة بيها احسن رحيات ساعد خليك تنشف الشارع تقول صندس عملت وساوت ما تخفيش يا حج طب كويس هي بداية تفوق اهي؟ مين فيكو بقى كوريا عبدالعاطي؟ اهي؟ اهي ساعت الماشي اللي وقفة قدامك بتنصربك دي؟ وعم لو هي وقربية احوار عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق مع ان سكان الامارة كلهم كل واحد منهم دفع حساته في تنكيس الامارة حتى السلطة الغربانة دي بتاعت القدرة دفعت انما هيا من الشافة اريقنا ومع ذلك كانت ساعت الباشا عمدها محل لماغزة كوافير وبتكسب ياما ده غير ان قربتها متجوزة امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس ومتسيغة من هنا لهنا شوف كنا يا مفطور بيتي جاب عيدها طب انت كويسة دلوقتي؟ كويسة بعيد انت بس ايه بعيد عنها انت؟ مالك يا حاجة فيه ايه؟ هو انت ضابط حقيقي؟ ولا من اللي بيطلعوا في التليفزيون؟ ايه الكلام ده جرية حاجة؟ معانيش معانيشها باشا هي اصلها تعبانها شوية معانيش خليك معايا خليك معايا طب يا نسة كوريا الاخ سلوما مقدم فيك بلاغ انك بتهددي ارواح خمس اسر لانك مش عايزة تشاركي في اعمال تنكيس البيت ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه مالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا خي ارواح ما تلبسك انت امرتك العقربة دي راجل لقص ومعاففين صحيح انت رايح تجيب للحكومة يا راجل يا اسبالة؟ شايف شايف ساكت باشا اللي تقدمه طول ثلاث سنة؟ كيفش عاملة لتساعدك اي اكتبار؟ لا 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 اعوذوا بالله ده تعالى دماغي مفوقة باش بس هي كل حكاية ايه؟ انا عشرح لك موضوع التنكيس ده هم عايزين مني عشرة تلاف جنيه انا لغير دلوقتي حوشت منهم كام؟ اربعة تلاف وثلاثمية يعني مش ساكتة؟ بس لو الحكومة يعني مستعوقاني ولا شايف اني مؤسرة لو ممكن يعني تدفعهم لهي يا بقى ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرب دي راجل معافن ده برا الموضوع وبعدين انا بقى مني لجو حكومة نستفي مع بعضا هو ايه ده اللي مستفد؟ اي واي 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 اي ساعة تلباش اي واي واي وا انا بقى نستنى ونموت لحد ما ساعدتها تحوش الفلوس ولا الحكومة تدية الفلوس وتقَسطها عليهم الله؟ مت متوت ولا تهولع يعني انت toda lut حي ايه يا ساعت الباش اي واي دا انا جاي بدل ان اقاو التلاثة وكليهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس والاخت اللي وقفة وتمك دي هي المرزة اللي وقفة عنا الحكومة جايبة تقول لجنة ومش لجنة شلية ست لجنة ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبة شوف يا باشا اهو ما ترموتي مش حاجة ممكن لك اهو تعتعرفوني شغلي ولا ايه تفضل اوف برا انت ومراتك لقيت مكتب المحضر ماشي يا ساعة تلباشوة انا دفعت يا ساعات تلباشا استنى تفضل يا حاج سيادة الحكومة تشرب ايه مايه بس مش ساعة ايه تكويسة دلوقتي الحمدلله احسن تسمي كيه هاي جمالات اسمي جمالات جمالات اوكي شكرا ووووووووح ايا اوكي اههههههههههه호�เปكي حلوو ا اوي دى هالى حاجة Solomon بس يههم يا قاومة مسير اغلبتٌ انتي مصر ملاقاً 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 شيء ملاقاً شباب مروران مروراني حياتي مم شوفوا وجودك عامل حسن بيتي إزاي ربنا يخليك ليه يا حبي وهي عاملتي دلوقتي ومين هون عليها الوقت هيا كويسة ولي يا حبيب تعملي ايه؟ لا ده مش كده ايه؟ بشوت واحد ها؟ انا مش عارفة ازاي كنت هتجنن وانزل مصر واسيبك انتح لراجل في الدنيا وبعدين انا دلوقتي اتأكد انزل بتحبيني فعلا برسي يا حبيبي حبت انا فعلا بحبك و اكبر دليل على اني بحبك و لدهولك و هفضر اقولولك مين الانسان الوحيد ده اللي انا خدها عشان تشاركني رحلتي و كل اللي انا بعمله مش انتي؟ الخاتم ده ولا حاجة ولا حاجة بحبك ايدي يا سيطر يا سيطر مالك تعالي في حضنك كده تعالي تعالي الله عليك وراء العنم انا وراء العنم اوه حبيبي طبعا انا نفسي افضل في حضنك كده على طول تعادي السنين وتعادي الايام كده كلها مم و انا و انا و انا في حضك مم انا كمان يا حبيبي نفسي تفضل في حضني كده لغا principal أمت نمي أمت نمي أمت نمي أمت نمي أمت نمي الله عليك ورمي لأنا بقوان أحتاج كفاية كما هذا حسنا كمه يزاله أمت نمي أمت نمي أمت نمي أمت نمي شكرا أتذكر هذا؟ طبعا أريد أن ترحبه؟ أريد أن أمت نمي ولكن هذا مهما إنه مهما كيف يمكننا أن نجد هذه المشكلة؟ أمت نمي بأي أي عالي أمت نمي بأي أمت نمي بأي شكرا 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 أمت نمي بأي أمت نمي بأي أمت نمي بأي شكرا 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 وبصراحة أنا أول ما بسّتلي اللوحة دي تخطفتني هي اللوحة دي بكام؟ والله هيدا الروحة زين ما اخترت واهتم ازواق كتير هاد اللوحة مش غالية عليك هاد بمليون يورو عظيم لا تستاهل تستاهل فعلا مليون يورو حبيبي وأنا عنا الأوراق اللي بتثبت أن اللوحة أصلية وملكيتها من أول واحد اشتراها لحد ما وصلت عنها هذا عظيم أنا هشتريها بس أنا كنت سمعت أن المعرض هنا بياخد يعني يا إما الكاش يا إما بياخد حاجة بنفس ثمن الكاش قصاد اللوحة Exactly لكن ده بيتم في أدي الحدود يعني بنبدل اللوحة بلوحة طيب انت منين؟ أنا من لبنان طيب يعني إحنا عرب زي بعض ولازم بقى تقدم لنا تسهيلات إحنا هنبدل اللوحة دي بعربية موديل السنة دي موجودة برا قدام الجالاري وياريت حضرتك تشوفها هاتي الورق اللي معاكي ده الورق هاتي الورق بصورة أنا لسه شريها لصديقتي من فترة قريبة جداً ياريت حديك تتأكد ولو ينفع أحب أشتري اللوحة دي حبيبي انت جاس شريها الحين؟ أيها ما عنديش مشكلة انت مش لسه قيل حضرتك أنا راجل مزواء أنا بقدر الفن وعارف إن اللوحة زي دي فرصة لكن العربيات عادي تيجي في أي وقت شوف حبيبي أنا بدي أعمل اتنين اتصال واحد لصاحب الجالاري عشان أشوف موضوع البدل وواحد لصاحب الأجانس المالكارمال حلوة عشان نشوف ملكيتها للسيارة تمام أنا ما عنديش أي مشكلة أهم حاجة إن الورق يكون سليم يا ولا ارحم نفسك من السجاري يا ولا صحتك هتروح منك يا حبيبي دا انت لا بتنام ولا بتاكل ولا بتشرب ولا حاجة خالص وآخرة المتامة طول النهار قعدلي تسمعلي عبد الحليم حافظ وتأملها لي مندبة على إيه يا خوية دا لا تسوى ولا تستاهل مش تقول الحمد لله اللي جات من عندك يا رب وطلعت سكة الحليم مقفولة ونشوف بقى سكة الشغل يا ولا يمكن ربنا يكرمك زي ما كرم براهين يما سبيني فحالي ورحمة أبي يما سبيني فحالي يما سبيني فحالي ليه يا ولا أنا كنت مسكة في تلبيبك ولا في ديلك منا حتى صارمة قديمة في بقي وسكتة وما بنطقش يما أنا تعباني أنا تعباني وحيات سيدنا النبي أدراسك هم سبيني فحالي وحيات سيدنا النبي تسبيني فحالي اللهم صلي عليك يا حضرة المصطفى هو حالك دا هيعجب حد يا ولا يعجب عدو ولا حبيب وعشان إيه؟ عشان حتت بيت ممرضة لراحت ولا جات فهو عميلك السودة اللي انت بتعملها داي بحلية آلاء هم اللي يركبوا علينا ويتمططوا علينا ارميها ارميها من ورا ظهرك يا والي وبكرة تشوف وتقول أمي قالت أيوة الله بكرة ما في كلب جربات من الكلاب الضلة دا هي حيشمها ولا هيتجوزها وهتعنس إن شاء الله ومش حلوة يا والي لا حلوة ولا نيلة دا عاملة زي اللي بلع عصايا ما تقضبتش جاتها ستين نصيبة قلت أحلى منها يا والي والله هنت أحلى منها صدق يا أمه نعم ما عندك حق يا أمه أنا هروعة على تذكرة في البرج اقتعلي معاك ورمي نفسي من فوق عشان أريحك وأسيب لك المكان دا يا أمه سلام يا أمه سلام أنا عايز أقولك حاج قبل ما مش يامه نعم أبويا لما اتجوزك يا أمه ما شافكيش يا أمه ألا بعد ما خلفني سلام يا أمه أنا مش راعم إيه اللي بيحصل دا بس ضبط شوف خايمة روان مش معنى إحنا الجالري إنك ممكن تنصب علينا النصب إيه؟ إحنا عملنا إيه يعني؟ جاب إيه دي بس إنا عنا أمن وعنا سيكوريتي مش موجود في العالم وعشان هيك كل هذه الحركات مرت علينا والشيكمة المعرة بتاع السيارات أكيد بدون رسيد واليوم أجازة رسمة للنيابة والبنوك عشان كده الهانم السنيورة هتبات في الحبس أنا هبات في الحجز؟ ليه؟ هو إحنا عملنا إيه يا مروان؟ وعندي خبر حلو كتير عشانك الأجانس مال سيارة بعت حد ياخد السيارة فبليز جيف دا بوليسمان دا كيوف دا كار ماشي فضل بس العلمك أنت هتدفع تمن كل كلمة أنت قولتها عشان أنت مش عارف أنت بتعامل مين؟ مروان؟ دا بيقولك أن إحنا هنتحجز يومين؟ ما تلاقيش يا حبيبتي أنا أتصرف معاه ما ألاقيش الزين؟ أنا أخليهم يدفعوا التمن يا عمي أنا نفسي تسمع كلامي مرة واحدة إحنا نشوف محامي كويس ونعمله توكيل قضايا بتاريخ قديم يترافع عنهاي دي ويخرجها مليئة فيه يا ابني نادر في حالة صعبة جدا لازم نقف جنبه ونساعده لو سحبنا منه القضية مش عيلاقي حاجة يعملها وهيضيع مننا إنت هتجننني يا عمي عايز تساعد نادر على حساب بنتك لا طبعاً بس مفيش محامي في الدنيا يقدر يطلع بنتي من اللي هي فيه غير نادر وكذلك نادر مفيش حد يقدر يطلعه من اللي هو فيه غير هايدي بنتي عشان كده إحنا بقى في النص لازم نحل معادلة الصعبة دي خد 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 مش عايز أنا تحور الربا الله تصار خير خير فيه إيه حاجة الله يخليك تسلم يا مطالب بيه سلامتك تسلم يا أبي أنا قلت أجيلك يمكن تكون عايزني في حاجة عايزك في إيه ما تسلمي مش عايز حاجة بس لنا النهاردة تهابت وأنا في الشغل فروحوني بادري وأنا مروحة أول ما وصلت عند البيت لقيت الدكتور نادر نازل من عندنا جريت وراه عشان أحصله ملحقتوش فطلعت الفوق سألت أبو ناجوان قال لي إنه هو ما جايش كان بيكذب علي قال تجيلك يمكن تكون وصلتك أخبار عندك وان طميني طميني إليه يسترك أنا قلت بيت قطعه على البيت نادر عند أبو ناجوان وأبو ناجوان بيكذب وينكر وجوده طب ليه؟ ما أنا قلت لك قبل كده يا عمي نادر ده وراه قصة طويلة أنا مهندس آه لكن أفهمها وهي طايرة أنت الجنينت يا دي يا سوكا عايزت انتحر وتموت كافر؟ قالوا واحد عايشت ليه؟ عشان يأكل واشرب واشتغل وربنا يكرمه باللي بيحبها طب أنا عايشت ليه بقى؟ يا سوكا ما تكفرش بعيشتك واللي خالق سوكا ما عليش بردك ما تأخذيش يعني المغنى ده مش شغلانة بردك أصلي يعني فونكر نفسك هتبقى مين؟ تامر حسني ولا ننسى عجرم؟ بعمش واصلك انت للناس دي يا عمي بقولك إيه؟ بص يسمع مني شوف لك أي بابرزق تاني تاكل منه عايش عشان ما تروح تتقدم لهجر ولا غيرها ما حاتش قولك بيم انت برضا كوريا اشتغل 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 أنا مش اشتغل على الشغلانة اللي بحبها ومن الآخر كده انا بحب الغنى ومن الآخر كده انا نفسي يا بازال فناني الكبير تامر حسني أو الننسى عجرم خلاص ماشي بس ما ترجعش بقى تقول جاي لما الدنيا تدب فيك وتدب فيها بقولك إيه؟ ما هو ما حالش بياخد كل حاك عايز تعيش زي الناس يبقى تعمل زيوه عايز تعيش بدماغك يبقى متكبرش بقى ما خليه ربنا يعيش على الهواء أنا مش عايز حاجة من حد يا كوريا يال بس البيت هاجرش قليبت حالي خلي الدماغي تحت ورجلي فوق ومش بصراحة مش عارف اعمل ايه معاك حق الصراحة؟ يا بنت جدع وتستاه بنت بلد؟ يا مجاد بنت بلد فيها بنت بلد وجدع زيك بس بقولك إيه؟ انا مش هسيبها ومن الآخر بقى اهديه بصراحة اللي واحد يموت على فرشتها وهو مطمئن ماشي يا عم الحبيه موت على فرشتها وانت مطمئن اه مطمئن تعالى يا كدك تعالى تعالى ما تتكسفش مساء الجمال والفرفشة يقدارا اهلا طعون ازايك؟ اقعد يا هيمة وانا جايبك اختوبلك ايه خجل ده؟ اقعد الحمد لله يا كدير هيمة ابن منطقتي واخ اصغر لي اه ما انا شفتهم بارح حتى بالأمارة كان يعمل لنا قلق هنا في المحل لا يا كبير الالقلق ده انا محبوش حتى بالأمارة انا اقول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان لا وانا الحركة دي عجبتني اقو امال يا كبير هيمة ده ابن قصول ده كان هيدخل المردة ديه بس مجموعه فشل اه بس انا مش اعرف ان فردي له طرابيزة ولا عادة دين اموسي مزحمة زي ما انت شايف صاحب جودفة كاب على رأس من فوق مر يعني كده ولا حاجة مش كل يوم طب ما تدومه يا كبير يشتغل معاني طب تفهم فيه يا براين بيفهم في ايه؟ ده الرجل شيف قد الدنيا مش لما اخذى مستر كنتاكي عمل خلطة الفراخ فسموه كنتاكي هيمة بقى اللي دخل خلطة الكبدة فسموه كباكي واحسن حاجة فيها ميزة تاكل كبداكي كبيزة خلاص دخلوا مطبخ نجربه لا مطبخ ايه كبير ما تفنش بالحقيق ابوس ايه ده ما تخليني هنا في الصلاة ده انا عجبك اوي شغلني اي حاجة في الصلاة ان شاء الله تشغلني رقاص نادر اخر حاجة ممكن اتخيلها اني نادر كل يه علاقة بالموضوع ده يا سلام ما انا كنت شاكيك فيه من اول لحظة الباشا مجمد القضية وما بيحركهش خالص بس انا خلاص ما بقيتش قادرة اثق في حد حتى انتو مش قادرة اثق فيكو انا مش عارفة اصلا انتو معايا ولا ضدي مش عارفة انتو بتكلموني بجد ولا بتحكوا علي انا حاس ان انا خلاص هتجنن ممكن تهدي شوية هايدي ايه هايدي يعني احنا هتكون يعني ضدك مثلا اكيد احنا معاكي ده انا قومتو محمي كبير قوي وهو طميني وقالي هيبص على وراء القضية وان شاء الله هيلاقي حالك بعد ايه ما خلاص ما فيش فايدة عندك حق تشكي في الناس كلها بس ايه اللحنة يا هايدي عارفة ليه عشان احنا بنحبك واناقف جنبك لاخر لحظة يلا لازم مامشي بسرعة لحسن محمد راجع من المطار ولازم يلقني في البيت هايدي انا ماشي خد بالك من نفسك قوله احتاجت اي حاجة انا موجود باي 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 يا طارق يلا خلا بالك هايدي يلا بزيبات مساء فير مساء النور م اعمل ايه؟ الحمد والله كويسة قريبك دول؟ اه لا اه دول قريب جوزي اه انا سمعت فعلا كنت متجوزة الله يلحم وانت اصلا سفيرت من مصر ايمت؟ ام ام من زمان بقى من وانا صغيرة وليسه راجع بقى كده اه اه لسه راجع طبعا حاسة ان مصر متغيرة كتير اه هي متغيرة الحقيقة متغيرة وانت بقى كنت عايشة فين في الخليج انت ليه بتحقق معايا كده زي ما كون متهم عندك وبعدين انت بتطردني ليه؟ انت عايز مني ايه بالزبط؟ لا انا عبدا مفيش حاجة و بعدين اقسف جدا انا زي كنت بازعيك عن اذنك هلو ميستر ماروان اي افتو نيوز فوريو وان اس جود وان اس باد اه محط هجب هل مرحش؟ نعم نجحنا احد اقصى التقاني looked like وان اتلعي من اتلعيك وان بمارопас او سينا او محطة البرنابيريه؟ او محطة البرنابيره او هل وضع اونه 2.5 يورو وانه يتصبح او 1.5 يورو عميزه من او صاني باقي دون انتهي انا ايس ل own انا احبب انا اخبب انا اخبب سيدي انا سينا احبب في دراكسيات السباحين شكراً لك شكراً لك. شكراً لك. شكراً لك. مرحباً. مرحباً. أريد أن أعلم أن المسكين التي تأتيت وننتظر على أن تأتيها. مرحباً. مرحباً؟ المسكين التي تأتيت لك من إطاليا. لا بشكراً. لا أحتاجها. مرحباً. مرحباً؟ ماذا يعني أنك مرحباً؟ لقد قمناها لك. إنها مقابلة لك. إنها مقابلة لك. مرحباً. إنها مرحباً. لقد قمناها لك مع 1 مليون. ثم لقد قمناها مع 2 مليون 1.5 مليون. هذا كل شيء. ماذا يعني؟ مرحباً. حسناً. المترجم الآن. وقت تكير. وكذلك. 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 يلا، مع السبب معكم. يا أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً فيك. نجوان خطبتي. الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان من أورب أهلها. وأنت أهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده أن الصفقة دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لأنه إحنا دايماً عندنا في مصر أزمة سكر. هش هالحاك اللي تقول لها يا أستاذ مروان. أزمة سكر في مصر. والسكر كلها جاعد يرميه؟ آه! لا لا لا. لا بتكلم بجد أصلي بص أقول لها عليك حاجة. إحنا دايماً كمصريين متعودين نشرب كباية الشاي. خفيفة مع سكر زيادة. فدايماً تلاقي الشاي مرترت كده. والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى أنا طلقت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعة اللي يعمل كباية الشاي بلاش أربعة معالق السكر وخليهم ثلاثة. وبدل ثلاثة خليهم اتنين. لكن تقول إيه بقى المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا. انتوا سكر الدنيا كلها. الله يا كبير. انتوا أحلى معا في الدنيا مصر. وشعب مصر. الله يخليك. الله يخليك. بس إيه بقى. لما بتحصل أزمة السكر دي. السعر بيزيد الطقطة إين؟ أو ثلاثة كمان. طيب أستأذنك دي يا واحد. فضل فضل. والله إذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جاي بالراجل دهنة ليه. مش محترمك. مش شايف ان هو قاعد بيبصي لبصات صخيفة جدا. في ايه والله. وطوا صوتك ليس معك. وبعدين أنا أساسا مصططه لما لقيته بيريل على أول واحدة حلوة. وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخدي تماني. خليه ماشي في سكته. والشاطر اللي يضحك في الآخر وويلد على الإرشين. ياه. للدرجات دي أنا رخيصة عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيه وبتاجر بيه كمان؟ بس. يا صدي بس. مناورنا. بس فقا. انت تجننتي ولا ايه؟ فيه ايه؟ وبعدين وانا قلت فيه لمس لا سمح الله. ده همس نظرات. حاجات كده من تحت لتحت من غير ما خبني منها. بس بقولك ايه؟ كله إلا اللمس. ليه؟ لذلك أنا رجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. ايه دي كده فكي. 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 أستاذ مروان. ايوة. صدقني. أنا حبيتكم وحبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح إن شاء الله. بنوقع صدقات وصدقات كبيرة. على سان أنت تربحوكم. وحنا نربح. قول إن شاء الله. إن شاء الله. قول إن شاء الله. هاهاهاهاها. الله عليك يا شكاسم. أعوذ بالله. درجة سخيف قوي. لا خالص. جاسم ده لطيف جداً جداً وبعدين انا مش فاهم انت مش مستلطفة ليه؟ عشان معجب بيك شوية يعني يا ستي لو سخيف فلوسه تشفعله انا نفسي افهم حج انت بتعمل كل ده ليه؟ ما احنا معانا فلوس قد كده؟ يعني لو فدنا بنصرف فيها طول العمر وعمرها ما هتخلص بنلعب بنتسلة بدل القعدة وبعدين يا حياتي عايزك تعرفي ان الفلوس دي عاملة زي المغناطيس بتشد اي فلوس تقبلها في طريقها ما روان انا هنفسي اقول لك على حاجة قولي يا حبيبتي انا ممكن انزل مصر اسبوع واحد بس وارجع على طول ليه؟ ماما تعبانة جداً وجالها فشل كلوي وخايفة لا يجرله حاجة بتقولي ايه؟ بتجننتي؟ بتعرفت من ايه؟ مانا اتصلت ببابا يا خبت عموكي وكلمت من ايه؟ من تليفون في الشارع من تليفون في الشارع ازاي؟ من تليفون في الشارع ازاي؟ ها؟ انا مش قلتلك اول ما نحط رجلنا هنا تنسي مصر الكل اللي فيها ها؟ ايه؟ بس دي ماما وتعبانة جداً والله؟ بقولك ايه؟ كون النسوان دا مش هيخش علي مش عشان شوية هبل تبقى واضلي كل اللي انا بعمله انت من ساعة ما حطيت رجلك في الطيارة وانت امك مش عيانة امك ماتت حاضر وهمة واهلك كلهم حاضر حاضر وانا مش هكرر الكلام اللي انا بقوله دا تاني لعني دا لو حصل هقتلك حاضر أسف هقتلك يا رجوان انا اسفة والله هدي لكم سارة اخوة انت مفتحتش لي افتحي له انا عارف مين وين مروان؟ مروان وين ايه؟ ايه في ايه يا شخ قاسم؟ مروان وين ايه؟ قدم اهو؟ انا نوى سهلاً يا مروان اسمع انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي وانت منحاش من مصر؟ لانه عندك قضية نصو اسمع اترجع لاثنين مليون يورو ملوتي ولا خليك جدة هامدة هنية؟ اهدى بس يا شخ قاسم؟ واخري انت الثاني اه؟ اهدى اهدى بس يا شخ قاسم؟ اهدى اهدى حرام عليك كفاية من ساعة معرفتي موضوع السفينة وغرقها دا وانا بتقطع من قوة اسمع انت فاكرني انا اهم بيل ولا بريالة اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب ما تلمقتلك؟ تدفع لي فلوسي لتنين مليون يورو؟ ولا افرغ للمسدس هادا براسك؟ اهدى بس اهدى وتعال اعد اهدى وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان ما بلاك تافه زي دا وانا ان كان علي انا عايزك تضربني بالنار واتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا دا بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات يعني اي حاجة انت هتعملها هتوصل للامن على طول اهدى بس اهدى ايه دو تعال اعد؟ تعال اعد ما تفاهمنش تبتسوية علمني؟ تعال اعد وانا هعلمك تعال اعد يا نجوان افضل اتفضل يا شيخ جاسم اعمل لنا كاسم بسرعة خلي الشيخ جاسم يروق تعال بس تعال انا عنية للشيخ جاسم طبعا بس مش عارفة ليه هو النهاردة عصبي كده شوي هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجار بس بس يا نجوان لا 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 ما تقوليش كده مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقة يبقى قلبه ضعيف لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص طيب ما تفاهمني؟ فاهمني يا فلتت زمانك مابولة منك يا شيخ جاسم عارف تجارة الافكار دي انجح تجارة على مستوى العالم ليه؟ لانها لا هتحمد ولا هتفسد ولا هتعطن ولا اي حاجة خالص وبعد ايه؟ فاهمني؟ مو فاهم شي انا هفاهمك بس تشيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إله راجعون واللهم أدرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها آمين آمين دور هدية كلها يا شيخ جاسم كاسك شكرا اتفضل شكرا خطي يا حبيبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يلا يلا شط واحد شط واحد ها؟ بالهمة هالله يهنيت تسلمي ديت منور منور يا شيخ جاسم يلا أنا جوانك أستاني بسرعة إلا صحيح يا حبيبي هم؟ هي حكاية تجارة الافكار دي اللي شرحتها الجاسم حقيقية؟ مفيش هتسمع كده طب والله العظيم انا صدقت وعجبت يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي عشان انت لما صدقتيش هو مش هتصدق بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه الاثنين مليون يورو اللي اخسرهم معاك ما بيردوش وعارف ان انت مطلوب في مصر ولسه بيتفق معاك تاني لو رجي على اليونان هتشتغلوا معا بعض يا حبيبتي هو مش راجل عبيد هو إنسان عادي أنا اللي إنسان مش عادي عشان كده أنا لازم أكسب وهو لازم يخسر بس أنا لسه برضو ما فهمتش انت عملت ايه بالزبط؟ أنا أفهمك عشان أكسبك سبابة طيب قول أنا اشتريت شحنة سكر بثلاثة مليون يورو وقمت رايح بياحها للشرك كاسم بثلاثة مليون يورو بالشحن والنق هو طبعا افتكر وانضربني على أفايا وقمت رايح لشرك التأمين مأمن على الشحنة بنفس تمانا الحقيقي ثلاثة مليون يورو قامت المركب محملة وماشية في المياه لغاية ما وصلت للمياه الدولية قامت جاي مركب تانية تابعنا شعنا السكر من هنا حطنا هنا وقمنا برجعينا الأصحاب واخدين منهم كام اثنين ونوص مليون يورو بالأل ثلاثة وقلنا أن السكر غرق طب وبعدين ما هو المركب الليشالت السكر ما غرقتشه لسا موجود أهم؟ ما إحنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنوص مليون يورو فقال إيه بقة؟ قال إن المركب كنت معارضة للغرق فاططر يرمي السكر في المياه عشان المركب ما تغرقش. يا ابنين ايه? اخودي عندك بق. هم? قلنا مسكين علب السكر الفاضية ورميناها في الماية. وهنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر. هيليام سكارة. يلا هي عليك يا مروان. يعني انت اخدت اثنين مليون يورو من عند جاسب. مهم. ومن التأمين تلاتة مليون يورو. مهم. ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. مهم. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله بربعة مليون يورو مقفولين. بالأستك. الحمد لله ان انا معاك مش ضدك. ولا كنت اتحكت علي. بس انت حبيبي. وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مسيل في العالم ده كله. انا بحبك قوي. ولا كمان بحبك. يا حيبتي انت مش تستهلي خاتم بس. انت تستهلي ألمزات الدنيا بحالها. انت ورق العنب والا. اشتركوا في القناة. تصدق يا اخ مروان. انا احب مصر. لا مو بس احبها. انا اعشق مصر. لازم بسنة مرة مرتين. لازم ازور مصر. اتمشة بشوارحة. اكل بمطاعمها. اركب في لوكا في النيل. لكن انت للأسف. ما اعتقد ان كل الناس اخبية. انت الذكي. كل الناس عميان. وانت اللي مفتح. صح ولا لا. اسمع يا شيخ جاسم. خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي. ويفتح الدولاب هلاقي دفتر شكات. خليه يجيب واكتب لك الفلوس اللي انت عايزها. بس خلينا نخلص. ما قلت لك. انت تعتقد ان الناس كلهم غبياء. وانت الذكي. يا اخ مروان. المؤمن لا يلدق من جحر مرتين. انا لا اقبل الشيكات. اقبل فلوس نقدي. يراهاتي كلها اللي لازم تجي ددامي. يورو ينطح يورو. مجمد الكش من ايج. 아니라 لان كافة، ايها واوه. خلاص. خلاص اه انا هأتوevenci هناك غايت ما تصرف الشيك. بس دعاتلي دكتور بصرة. سمعوا يبولا دفتر الشيكات يعطيكم الشيك وتصرفونه انصرف الشيك كان بها اخذوه قطوه بأي صفية حتى زباله واذا ما انصرف الشيك خلصوا عليه تصدق يا أخ مروان أنا أحب مصر لا مو بس أحبها أنا أعشق مصر لازم بسنة مرة مرتين لازم أزور مصر أتمشى بشوة رقحة أكل بمطاعمها أركب في لوكا في النيل لكن انت للأسف معتقد ان كل الناس أخبية وانت الذكي كل الناس عميان وانت اللي مفتح صح ولا لأ اسمع يا شيخ جاسم خلي حد من رجالتك يروح البيت عندي ويفتح الدولاب هلا يضفتر شكات خليق يبو أكتب لك الفلوس اللي انت عايزها بس خلينا نخلص ما قلت لك انت تعتقد ان الناس كلهم بياء وانت الذكي يا أخ مروان المؤمن لا يلدق من جحر مرتين أنا لا أقبل الشيكات أقبل فلوس نقدي يراهاتي كلها اللي لازم تجي ددامي يورو ينطح يورو ما قبلك كاش من إيج؟ خلاص خلاص أنا هارب معك هنا غاية ما تصرف الشيك بس دعاتلي دكتور بصرع سمعوا يبولا دفتر الشيكات يعطيكم الشيك وتصرفونه انصرف الشيك كان بها اخذوه جتنوبة أي صفيحة سبالة وده ما انصرف الشيك خلصوا عليها تعال خد خد يا عجلة شوكولاتة بتتحكي على أخواتك بحطتين شوكولاتة بخمسة ستة جنيه وسايبة الفلوس والملايين برا جاية تجر خبتك وراكي لا شوفنا حاجة من اللي برا مصر ولا اللي جوا مصر كان لازمته ايه اللي عملتيه دا كله خربتي علينا كلنا وخربتي على نفسك اولنا ليه؟ ليه يا بنتي بعت الناس اللي كانوا شارييننا بالغالي بعتهم انتي بالرخيص شربتي بنتهم الغالبادة خلتيها يا حب بتعينهم معا هربعنا زي المجردين وقتلين القتلة وتجار المخدرات ليه؟ لك انتي على ابوها عيشتوا خطبتهم بك حتى هتريشها وفي الاخر هديك غرقانة هون في حد واقف جنبك رد علي في حد واقف جنبك كان عليكي بايه من دا كله؟ ايه يا مام هو انا ملياش نفس ان انا عابقى بني قدمة زي الست هايدي ولا ايه؟ زيها في ايه؟ زيها في ايه؟ ما البنية كانت بتعاملك زي اختها واكتر؟ زي اختها واكتر ازاي؟ لما كانت بتديني هدومها وجزامها القديمة؟ ولا لما كانت بترميلي بقيت اكلها؟ ولا لما منبقوا قاعدين وسط صحابنا كده في الجامعة؟ وبتعملي على اساس ان انا بنت الشغالة بتاعتهم؟ وبعدين مدقوا تتأسفلي كده بتمثيل انا عمري محنسة وانا عمري حنسة مع اللي عملتوا فيها يا ساتف يا بنتي جبتك كحود ده كله من ايه؟ كحود ايه يا اوليه يا خرف أنا انتي؟ بنتك عارفة مصلحتها كويس ورشقة فيها بس ايها طالعة فقريقة زيك ما بتكملش للاخرة وكمان انا مش غلطانة معاها في حكاية مروان هي اللي مش مال يا عيني من ساعة ما كانوا مخطوبين وهو بيقولي ان انا احلى منها انتي عارفة وهو ما كانوا بيرقصوا مع بعض عينيه ما نزلتش من عليا ومن ساعة ما رجع من شهر العسل وهو بيكلمني وبيخرج معايا اكتر ما بيخرج معاها ايه يا مام؟ انا بني قدمة وحبيته من اطول الوقت متعودة باخد الحاجة لست هايدي استعملتها جات على مروان يعني؟ انتي تقدملك الدكتور ناكل هو بسم الله ما شاء الله احسن باليوم مرة من ساعة ما روان زفتي دا؟ النادر دا مش مغري بالنسبالي ما هو كان قدام الست هايدي ومبصت لهش بس مروان بقى خلص لكل اللي عملته فيه وحرق دمها وحرق قلبها زي ما حرقت قلبي ودمي بفلوسها وبتصرفاتها ومخلياني طول الوقت انا ببص عليها زي المحرومين انا على فكرة مش زعلانة وانا عمري حزعل على اللي عملته فيها انتو بيين تهرجوا صح؟ نهرج زي يا ساعة ربي احنا جايبين لك معلومات مهمة لقضية هايدي اللي حضرتك ما سكها حضرتك بنتك اللي مطلوبة وهربانة وجاية تقولي ان في واحدة معلاش اي حاجة وصلت مصر وعايزنا روح حقق معها هو ساعتك لما اخذ مهمتك في الحياة انك تقبط على هايدي ولا تحقق العدالة وترجع الفلوس المتهربة يا سربي احنا جايين نقدم لك خدمة مش عجباك تقولي انا شكرا عجباك تقولي انا برضو شكرا عشان احنا بنساعد البوليس شكرا اتفضلوا احنا عارفين شغلنا كويس وعارفين مين دخل مصر ومين خرج برا مصر وما فيش حاجة بتعدي علينا وهيدي هتجاب يعني هتجاب فلو بتحبوها اقولولها احسن تسلم نفسها عشان ده هيحسن موقفها في القضية شرفتونا مamazين فرو ماي كذلك هيبن بقيت بس عشان راح الشغل ورحر فارvention ماشا كبير بحاجتيني وان اش نوض مع بعض غانت زي زيمان وانه يعمل اعمل اقرجا اعمل هيك تبدي كومة رايح وانت المشر طيب أمورناك بداكي العربية عربية تاكل عايزة أخدها تحت أمرك يعني انت بتزبط مع كوريا قد؟ مزبط؟ يعني إيه لم أغزة مزبط؟ يعني فيه منكم لغية أو حاجات كده ملغية؟ يا نهار يزيل إبراهيم فيه حد اللي بص يخطو يا جدعم يا لو آخر واحد عالقرض يا جدعم اللي بص اللي بص اللي بقى ابن حرام على فكرة بقى اللي عبلك في دماغك بشكله ما بيحبكش إيه دا استنى مين دي؟ أقول لك إيه؟ إن دي تشبه جمالات قربيد كوريا قروب سيدة الأعمال هايدي أبو طالب وزوجها الإعلامي مروان أبو عرب بعد استلاهما على خمسون مليون دولار تعال بيتها يا شامان اغسل ليه لي شعرك؟ أحسن حسن أنه بيأكل حاضر يا شامان طلعي بره يا شامان واتدخليش حد علينا حاضر يوه هو أي أصله دا استنى أنا بيتك اطلع انت بره يا هيمة والمسحف اللي صوت والإما عليك قمة الإلهية لله طلعي بره يا بيت حاضر يا كوريا عشان ألمي فلوت الجواز ما لقيتش قدامي غل شغلانت الكبارية وما قلت الكيش يا كوريا عشان ما زعل الكيش ما كفرتش بس انت برضك كدبت يا هيمة كدبت أه بس عشاني مش انت اللي وقعلي على واحدة معا خمسين مليون دولار ومكتبة على المصلحة خمسين مليون دولار يا كوريا دول يشتروا محافظة ومرة تفتحي لي كوافير ومرة تتفعي لي فلوس تنكيس البيت وأنا هيمة خطيبك اللي حيبقى جوزك أبو عيالك تكدب علي وتقولي لي دي جملات بنت خالتي عاوزة تكبيش الكفشة لوحدك يا كوريا أكبش أكبش قولي لتقيت ولا فهمم حاجة طي قديني هوا يا كوريا قاعد مرزي قدامك لحد ما فهم كل حاجة من طاق طاق لسلامه عليكم يا إما وديني هطلع من هنا على الاسم لا اسم اسم إيه ده خمسين مليون أخضر ده أنا هطلع من هنا على المدرية ويا نايش عيشة فل يا كوريا يا تولع بجزء علينا إحنا الكل خلاص خلاص أقولك مين البت دي؟ الحاجة انتصار محجوزة هنا في المستشفى وفصيلة دمها مش لقينها ببنك الدم يا نهرب يا ديسات الرب هي فصلتها نفس فصيلة دم إبراهيم صاحبك أيوه أنا فكريها كويس قوي من يوم ما جاي يعمل العملية عندنا وكنا مبسطين جدا إن إحنا لقيننا فصيلة الدم بتاعته انت مو بعدين عشان خطر يا سوك خليجي تبرع لها بالدم الست حالتها خطر قوي أنا مش عارفة أشكرك إزاي والله يا أستاذ إبراهيم أصلي تعبناك معانا بس انت شايف فصيلة دم من ماما نادرة جدا ومش لقين حد يتبرع لها خالص لا ما تقوليش كده أبدا ربنا يقومهالك بالسلامة الله يخليك بس انت اسمك حالو على فكرة نجوان مرسي يا هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع أصلي الاسم ده بش بيتكرر كتير لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي بس انت شاكلك كده ما بقلكيش كتير برا مصر شاكلك كده إزاي يعني أنا مش فهم لا أنا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس آه أيوة أصلا أنا ما قعدتش برا مصر كتير تتعرفي واحدة اسمها هايدة أبو طالب واحد اسمه مروان أبو عرب إيه؟ هايدة أبو طالب ومروان أبو عرب إنت هتعرفهم منين أصلا؟ أعرفهم منين أرق سود أعرفهم منين دول حبايبي حبايبك؟ أو ربنا حبايبي من أورى مصر يا نجوان ممكن نفهم بقى إيه الحكاية بالضبط؟ أنا أحكي لك على كل حاجة بس في حاجة مهمة لازم تعرفها الأول أنا بحبك يا علاء أنا أجهبك على كل الأسئلة اللي في دماغك أو اللي ممكن تيجي في دماغك أنا ما سميش جملاته وما بقاش قريبة كري وكل المعلومات اللي تعرفها عني خلط وانت مين؟ أنا هايدة هايدة أبو طالب النصابة؟ لا يا حضرة الزابط مش النصابة أنا هايدة أبو طالب البزنسومن المحترمة صاحبة واحدة من أكبر شركات السياحة في مصر أنا هايدة اللي غلطت غلطة واحدة بس في حياتها إنها حبت راجل وأمنت له ودت له كل حاجة قلبها وعقلها وفلوزها فضحك عليها وخد قرض بإسمها وخنها مع أقرب صاحبة ليها وسبها وسافر أنا عارفة إن الناس بتقول عليها نصابة وحرامية كمان وعارفة إن البوليس بتدور علي بس دي مش الحقيقة الحقيقة إن أنا ضحية خسرت كل حاجة مرة واحدة بيتي وفلوسي وحياتي وصحبتي وأكتر راجل حبيته في عمري ولقيت نفسي مجرمة وهربعنا من العدالة طب لما أنا نصابة ما سألتش نفسك أنا بعمل كده ليه؟ مجنونة يعني؟ إيه اللي خريني أسيب كل حاجة واستخبها في حتة زي بطن البقرة وأسيب اللي يسوا واللي ما يسواش يتحكم فيه ما كنت سافرت معاهم كنت أخدت الفلوس وروح تصرفتها في أي حتة في العالم إنت مش ضابط مش بتشك مش بتحلل قولي بقى من ساعة معرفتني شكيت إن أنا نصابة طب لما أنا نصابة حبيتني ليه؟ أنا بسألك قولي إنت شايفني نصابة بسألك يا علاق جاوبني أنت مصدقني ولا لأ؟ مش مهم أكون مصدقك أولاك لأن حتى لو مصدقك أنا بشتغل زابط مباحث فش حاجة قدامة عاملها دلوقتي غير إن أقبض عليك يعني إيه تقبض علي؟ يعني أنا بقولك كل اللي بقولهولك ده عشان تقول ليه أبض عليكي؟ طب لما أنا نصابة ما طلعتش معاك ليه عند مونتك وتجوزنا على إني جمالات أو دحكت عليك وقلتلك ما فيش نصيبه ومشيت أنا أنا بحكي لك كل اللي بحكيهولك ده باعتبارك الراجل اللي أنا حبيته مش باعتبارك ظابط لمباحث أنا بساعة المشكلة اللي حصلتلي ما تطمنتش لحد غيرك ولا وسقت في حد غيرك أنت الوحيد اللي أنا حسيتني هو ممكن يوقف جنبي ويساعدني تقوم تقول لي أبض عليكي؟ ايوة يا كوريا الساعة كان فيدي كان ستهانة اسمعيني اسمعيني يا كوريا علاء عرف كل حاجة عني يا أنا هركز هو من أيل؟ وأنا مش عرف أرجع للحارة عشان هو عادي يؤبض علي طب هو عرف إزاي موكوس؟ بعدين.. هبقى أقول لك بعدين أنا دلوقتي في شارع اسمه شارع بيروت في مصر الجديدة مش عارف أتصرف إزاي ولا عارف أروح فين وهو عمالة صلبية طول وقت فنا لازم أقفل الموبايل طب طب أقول لك إيه؟ عارف أجامع مصطفى محمود؟ روح أقف هناك أقف قدام باب الجامع وقف لي تلفونك واستنيني هناك أنا هكلم خلي ونجيلك على طول ناخدك على أي حت بقول لك إيه؟ خلي بالك من نفسك يا بت ما تخفيش يا جولي أنا جعلك على طول ما سفت السك؟ سلاة أنا سبت البيت وقعت في بانسيون وعلى فكرة أنا لقيت شغلانة السكرتيرا في شركة التوظيف عمالة في الخارج والله يا ناجوان يا خير ما فعلتي أهو برضو أحسن بالقاعدة مع بوكي له بلدان أنا آسف بس أصل غريب قوي ده آي الكلام قدام الأطفال ما ينفعش يتقال ده أنا كسفت أخبري الفلوس إيه؟ سيبك أنت من حجاية الفلوس انتا شكلك بتحلم بص بقى يا براهيم هم تعرفش تلاقي لي بيها حلوة له التليفون ده؟ عايزة فيك ما عاربش بس مش عاوز أحصر فيه كتير مين هرى بيض؟ ده رقم من الونان رقم من الونان؟ ومين اللي معاه رقمك في الونان؟ لا أصل هي أصل ده مش تليفوني ده رقم مروان اللي في الونان تلاقي حد بيكلمه وعاوزه بحاجة ومش عارف ان التليفون معي هنا في مصر ما يمكن يكون عايز ماروان عشان خطر الفلوس او نطلع منه مصلحة ورد هو انت مفيش دماغك غير الفلوس يعني لو حد في اليونان وعاوز ماروان في حاجة هنطلع منه مصلحة ازاي وإحنا هنا في مصر مش عايز مش عايز طب رد ردي بس ونشوف بعدين ردي مين شوفي مين وعايزي ردي ردي يالله انت ما عندكيش حاجة تخسريها ردي حاضر ماروان انت بتعمل ايه ما تخلف انت؟ اتقالي بقى يا اما عشان تتكيفي دلوقتي هو اكيد هيتكلمك تاني قولي له الخطة اعطى ولو سألك انت فين؟ قولي له انا لسه في اليونان بس لما خطفوك انا خفت وهربت على اي محافظة بعيد ولا حاجة ومسافة السكة وهبعان ردي هقوله ان انا في اليونان ليه؟ اتقالي يا اما عالصبر اتقالي يا اما عالصبر عشان افاهمك ردي 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 انا افاهمك على كل حاجة بعدين لا انا لا حرد ولا حقوله ان انا مسافرة ولا ان انا في اليونان ناجوان دي مش خسران اي حاجة يا ماما ده بوك اللي هو بوك شايفك شمال وكرشك ردي علو ايوه يا مروان ايوه يا مروان انا سمعاك اه تفتكن ان انا بعمله صح ده يا ابراهيم صح الا صح انا صح الصح يا امام تعال ابراهيم ايه انا مرعوبة من مروان خصوصا بعد اللي حصله ده انا مش عارفة حلق اي عامل ازاي ما قلنا متخفيش يا ناجوان انت هام حاجة بس اول ما توصلي بلي فين موضوع ان انت لسه كنت في اليونان اه وولع في ام البصبور عشان عارفش ان انت سافرتي ها وايه لازمت ده كله لما نرجع معنا خمسين مليون اقدر هتعرفي ايه هزمتك ماشي يالا يالا اهي يالا خد يالا لا الالالله محمد رسول الله خد بالك من نفسك ها يالا مع السلام بقولك ايه اهي ماشي بايبار اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وقعدت عند الناس غلابة كده انا قلت اوفر على قد مقدر عشان ما كانش معايا فلوس كتير وما كنتش حارفة حافظ الهربانة لغاية امتى شفت بقى انا جوان انتي من غيري ما تسويش حاجة ما انت اغلى حاجة في حياتي حاولت اكلمت كتير على النمرتي عشان دي كانت النمرة الوحيدة اللي انا حافظها قس ما كنتش بالجمع ما هو مهم صراحة ما اخفت ليعرفوا مكاني بالتليفون عشان كده كنت اغلى بالوقت قفلها عايز اروح عايز اروح الشقة بقى زهقت من قعدة المستسفى دي خلاص ايه دي احنا نروح نروح اه عايز اعرف جسم الكلب ده فين عشان ادفعه التمن غالي اوعى العمل انا خلاص بس هموت وهشوفه قدامي عشان اطلع اروحه في اداية خلاص بقى انسى جسم ده وخلينا نشوف حياتنا كل اللي عملته في حياتي ده كون واللي عمله في جسم ده كون تاني اخلي اتمنى الموت بدل المرة ألف اشوفه بس اشوفه ايه يا جواني حبيبة قلبي ايه يا جواني حبيبة قلبي ايه يا جواني حبيبة قلبي بس اديك وتاسى بفكر فيك وربنا وحشاني وانت جمان وحشتني قوي طب انت بتروح لماما بتطمن عليها؟ طبعا ده انا بروح لها كل يوم انا جوان ضمك دي زي امي بالزبط طب انت عامل ايه وحتيجي انت؟ انا عامل الصح قدمت على فيزا وقعد بادبر في القرشنات بس انت عارفة بقى الدنيا صعبة طلبين رسيد بنك وجواب من الشغل وحاجات كتيرة كده بس انا شغال ما تقلقيش ياعم ياه انت شكلك كده هتتأخر والنبي ابراهيم حاول تعمل حاجات دي كلها بسرعة لا عيب عليك انا موصل واحد شغال في شركة بترول هيجاب لي جواب ان انا شغال في الشركة والفلوس دينا اهو بجمع حتة من هنا على حتة من هنا ما تقلقيش انت بس شوية وحتليني قدامي طب والنبي ابراهيم بسرعة عشان انا بقيت خايفة من مروان بعد اللي جاسم عامل وفيه ما بقاش طبيعي خالص وانا خايفة لا يتهور وياك من حاجة ويوردني معاه فأسرع وقت والنعم بس انت ياقالي كده نجوان نجوان اوعى تشككيه في اي حاجة عشان لما اجي الشغلة بقى على نظافة على فكرة يا دينا كانت اكبر غلطة ان احنا جينا هنا وجبنا هايدي معانا المكان في منتهى الخطورة عليها ليه بس يا نادر اهو اصلا مفيش حل تاني والبنات مشوا من هنا من اكتر من ساعة ومفيش حد زي ما انت شايف وبعدين كنت عايز ناخد هايدي ونروح بيها فين في وقت زي ده بعدين مش انت قلتلي ان خلاص المراقبة تشالت في ايه يا نادر ايوا المراقبة تشالت بس ماينفعش ننسى انك مطلوبة خلاص يا نادر احنا بقين هنا المهم هنشوف هايدي هتروح فين ده بقى البيوتي سنتر بتاع دينا اللي انت هتشتغلي فيه ايه رأيك سيه؟ حلم مش كده؟ مش فورتيك يا يعني وقل لعيها ولبسيها على ايه؟ ده المحل بتاعي فيروح عنه على الاقل رحه خفيف كده بس بولك ايه؟ هو مع حق بارتك انت مكنش مفروض تسبي شقة الرقاصة يابت تعد ضياروحك عشاني؟ مالو انت يامي عملت كده علشاني ايه وانت ايه ده؟ وانا ايه حاجة عملها هتنقوشيها ولا ايه؟ هتش هتجبه روحك ليه؟ وانت مش هتبطلين؟ طب خلاص عبطل بولكو ايه؟ رايحوا دمخكو انتو من اول كده اللي بتعرفوا تحله ولا تربطه؟ انا خلي شوكر راح ودي صندس عندو ودلوقتي هجيب سوكا ويكي ونقضي احنا مع بعضينا المخمقلكو كده في مكنة حلو انت بقى نجيفها ومش مدنسة وانداري فعل بيت جولي رايحوا انتو قلبوكو بس يعني ايه مكنة؟ ام يعني مكان مكان برافو عليك يا كوري هو ده الكلام ايه اللي برافو عليك يا زيوانا في الروضة؟ وبعدين ثم تعالى هن احنا من ساعة ما عادنا وانت رأي مني كده؟ ايه؟ هتخدنا اربعة فستة ولا تعملي بطاق؟ وبعدين بقولك ايه؟ انت تبقى عمين في العدة الحلوة تي بقى بالصالة عنابي يا فاقه انت الدكتور مادر لمحاني بتاعي؟ دكتور على نفسه يا اختر ما حبش الرجال هتوع تفاصل في الحريم كده ويا قاعدة ايه؟ هاخذني كاتشفاني البنت دي هي اللي ممكن توقع مروانا مين دي؟ كوريا؟ ايوة كوريا المهم خلينا نفكر في المكان اللي هتروحي فيه الأول وبعد كده هشرح لكم كل حاجة انت ان شاء الله تولي البعض بقول لكم ايه انا اخرع في لدكو السودة دي ما تهدي بقى يا كوريخ يا نفهم في ايه؟ يا أنسة كوريا نادر لا يمكن يضرك اوكي؟ انا أنسة دكتور ايه دي بس يا كوريا؟ انت قصدك ايه يا نادة؟ احنا مش قولنا ان مروان نقطة ضعف والفلوس والستات كوريا تغيرت 180 درجة في ساعتين زمن بس مين عارف لو نظفناها اكتر من كده شوية واخدنا معها شوية وقت ممكن تكون النتيجة ايه؟ تنظف مين يا بايختي مين ده؟ بقول لكي يا كوريا دكتور نادر ما يقصدش يا أنسة كوريا احنا لسه هنتكلم عن الشغل في ايه؟ في ايه؟ دي العلم جيه؟ ده بيقولك تنظفها وليه؟ ولا كنت معافنا؟ انت كوريا دي بكتور نادر ما يقصدش؟ استخدنا 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 اها اقعد يا كنت اهو دي ايه دي؟ ما يقصدش؟ ما هيقصدش في ايه؟ طيب بيقولك احنا نظفها ليه وانا معافنا؟ المهم فأنا وسوكا واحنا جايين في الطريق عرفت ان خدت شغة جديدة بشارع الهرب جنب الكباريه عضل بالضبط يا ريت بس سبت الكل هايدي يا ريت شرفين وطاعد يومين كده عن ضمي وزي كان علي انا ممكن اعطى ايه بنسيون يعني يعني اه يعني اه ما اقولي يا سوكا هتسيب شاقتك علشاني؟ انا بصراحة ماليش في الشوقة اللي فيها السراميك ديت يعني بيجلي منها في كرشة نفس يعني وبعدين انت اختي الكبيرة وبصراحة انت تعيبت كتير قوي قوي اقوليك حاجة بس يا رب تستحمل امي لا نهار سود بلاش امك يا سوكا لا امك لسانها بيدلدق بالكلام على طول زي الزير المخروم بالزبط ونوال لو قارفت جون لفين هتسلمه محارة وحلو نوال من الاساس ومتعرفش ان احنا سيبنا الحارة وزا كان على امي بمتين جنيه ممكن تقعد في الشقة ما تخرجش لمدة شهرين بس الست الكل تقول امين كتر خير يا سوكا احنا مش عارفين نهدي جمالك فيه انا اللي مش عارف اقول لك يا واستاذ بس بلاش كترخيرك دي هت يعني ده اللي واجب نعمله يعني كده تمام يا رماعة خلصنا موضوعك يا هايدي نتكلم بقى لموضوعك يا هايدي نتكلم بقى لموضوعك يا هايدي السلام عليكم يا ابو نجوان وعليكم خير اللي جايين كده عايزين نتكلم كلمتين مع الانسة نجوان مفيش بح ايوة طفشت طفشت مع الوادي الزبال اللي اسمه مروان طيب حيث بقى ان احنا دخلنا كده احنا جايين نشتري الوصل اللي فيه العنوان كده اوه تفضلوا ما كان من الاول ما احنا قلنا كده من الاول براحة براحة لازم يعني تستنوا لما الحاجة تغلى تغلى كيف يعني احنا جايين نشتري شجة اوه الوصل ابو خمسة مليون لحلوح غيلة دلوقتي بقى بسبع مليون ما كل حاجة بتغلى زي الحشيش انا ادفع ثلاثة مليون ودفتر الشيكات اهو بس اشوف الوصل الاول ما تنزاش واسع التلباشة فيش هزازان ولا نيلة الدفتر اهو واشوف الوصل وادفع ثلاثة مليون والله والله انا اعمل كده عشان خطر العشرة بس طول عمرك راجل طيب يا حاجة ابونا الجوان راجل طيب حاجة ظهرة كده حاجة ظهرة كده الله يعمر بيتك يا راكل الله يعمر بيتك الشيكا اهو العلوان اهو اديني الشيك بقى اهو اتوحاشتني اهو يا صاحبي انا مش عارف من غيرك اعمل ايه خلي بالك من نفسك يا كبدك عشان خطر يا كبدك بقى وانا طالع اليه بيشتغل انا طالع اليونان شوية وراجع اسوكا في ايه انا كبدك انا مليش الا انت ده انت اخوى وابوية وكل حاجة ليه انت قد ملك بقيت صيح كده ليه من ساعة ما البيت دي سابتة ما تفوق كده يا سوك شوف شغلك ده لو كانت ضربت مطوك اتخفت ده انتو بقى لكم اسبوعين بقولك ايه؟ يمسك يا سوك دول عشرين الف تدي عشرة لومك وعشرة الكورية وتقولهم انك بدك يجاب لكم فلوس البيت اللي كان حياكله عليكم سلوهم وقولهم انك بدك يجادع يا سوك انت اجدع صاحب في الدنيا بس فيك شوية عيوب بس احد عاجة فيك ان قلبك قويض ياك هاتو بحشنا صاحب وانت كمان لا اله الا الله محمد رسول الله خلي بالك من نفسك بس بقى سلامك باكي خلي بالك من نفسك يا صاحبي صباح الفل مع السلامة يا بس يلا حبيبي براحك كده ايوه بسم الله هو انت مستاني حد؟ لا خش انتين امانا شوف مين خش تاي ايوه؟ ابراهيم كبداكي من مصر القديمة وشانطة الهانم زي ما هي مش نقصة دبوس إبرا وانت بقى طرح سرقت الشانطة من الهانم والموليس جري وراك عشان تجيبها مش نقصة دبوس إبرا بس لما فتحت الشانطة ولقت مصريين عرفت العنوان ازاي لقيت الوصل ده في الشنطة وفي العنوان كيبداك ما يعودش في بلادياته في الغربة أبدا لكن عادي يعني كيبداك يتصعر بقى في المصر يا باشا في مصر العيشة ضياء لو ما عددش في اللي جنبك اللي جنبك حيدوسك السنة هنا جاية مش جاية عود ماشا يا كيبداك هاي خد يا كيبداك قادي القرش اللي كنت هتاخده في الحرام هتاخده في الحلالة هوا لا يا باشا حد الله ما بيني وما بين الحلال انا مش عاوز فلوس ما انا عايز ايه انا عاوز اشتغل معاك ايه اشتغل ايه يا باشا انا عاوزك تعتبرني زي اخوك الصغير بالزبط انا تعبت في الغربة دي قوي وشفت الموت بعيدي من ساعة ما جيت لعارف الفوف شغلانة ولا عارف اطلع بأي مصلحة انا اساسا يا باشا طباخ مش حرام وعملتش الموضوع ده غير مرتين المرة التانية طلعتم مصريين قلتنا وقعت بالسماء وانتوا استلقتوني لو تشوفني ايه شغلانة معاك يا باشا انشاء الله امسحلك الشقة دي وبتفهم في ايه تاني غير الطبخة يا كبداك اي حاجة شوف اي حاجة افضل مستني ساعاتك تحت البيت 24 ساعة لو عصتني في اي حاجة خدامك مئة سنة اقولك يا باشا انا بقى اليوم المكالة تشجعان قوي ما عندكش اي حاجة تتاكن يعني لو شوية جبنا براميلي كده شوية طرشي خش الله يكرمك انت حكايتك حكاية يا رب يا سات ايه نجوان ايه ايه انا هاني ابروك الشنط الله يبارك فيه كيبداك اللي سرقها منك نجوان يا ربتي شكرا كيبداك يا جعان اعايز حتي جبنا براميلي او طرشي كده في قتينا فيقولك chaos قصقص حسادة انسك aman دي سورة الشك جاسم اللي احنا عايزين نصفرها فد يا ده باش يا دموسיד ههم الماطوا عنصفروا بهاا الحمك دي ور�ا فيها كل تحركات بيأكل فين بيشرف فين الحتة اللي حب يقعد فيها بودي جردات بتسيبه إمتا كل حاجة عارف إبراهيم امتحن ده امتحن صعد لو عنديته بتشوف عز عمرك ما شوف بص باشا أنا طول عمري بقرأ اللي امتحنت دي كرة العم بس نجر مش خطانين عادي بص يا برأي أي لعبة فيها كسبان وخسران والراجل ده لو ما مش أو بأي حد في الدنيا يارف إن أنا ورى الموضوع ده انت اللي هتبقى خسران عارف إنسران ايه رابد هم؟ حياك يا هيما أهلا أهلا يا كبداكي الله ما صلى على النبي الله ما صلى على النبي اسمع يا هيما أمر يا شيخ العرب الأمر لله أنا ما أحب البوديجاردات والحماية والحراسة لا 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 فضل 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 أنا إنسان بسيط وأحب البساطة حياك لكن إذا بغيت أصير مافيا وقت ما أبي أصير مافيا والله يعدك العيب يا شيخ العرب إنسان جولي أنت شلي تابيه مني بص أنا ماروان ما أرانيش كويس كبداكي ما يقتلش كبداكي يعلم على حد يقلب حد في مصلحة لكن يزهق روح مليش فيه يا أبا وبعدين؟ وبعدين أنا مدينك بروحك اللي ما قطفتهاش دي وده يسمحلي إن أنا أرزل عليك واطلب منك أي حاجة صح يا شيخ العرب؟ جولي شلي تابيه؟ اشتري مني اشتري خش إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ إن ده شدول طيبين قبل من إما خلص شكولاتة الفطلاجة اللي جوا دي يوم روالي تاني والله إلي طيبين رفع سماعتي التليفون ليه؟ بكلامك من بدري أنا عارف يا أخويا في راجل بارد عمال يتصل وعمال يرتهم بكلام أنا مش فهميه زعقتله واتخنقت معاك قلت له واتصلت هنا تاني حعمل فيك واسوي فيك مفيش فايدة بردك 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 بيتصل ومتبقى شلت السماعة عمال ليه يعني؟ بردك بيتصل عندي خبور حلوة ايه قوله والنبي هنرجع ماصر؟ لا عماد عارف عنوان القوتيل اللي إبراهيم قعد فيه وصوره وبعطي صورته فين؟ ايه؟ ايه؟ بنحب؟ خلاص عماد ما خلي واحد يرقب واربع عشرين ساعة وأول ما يشوفه مع ناجوان أو مع ماروان هيبلغني على طول وانا بنتا من خير عمال دا كان زبانا كلايس في شبر مية طبعا هلو؟ ياس ياس ناو برابل تانكيو الراجل بقى اللي كان بيورطن في التليفون كان بيسألك عايزة تنظفي قطك امتا؟ أما راجل بلده عديم الزوء صحيح وهو اش عرفه يعني بتنظيفه وهو كان يعرف انا بنظفه ولا لا؟ كوري انتي مفيش اي فايدة فيكي وشكلك هتودينا كلنا في دهية ممكن بقى هتفعل شوكولاتا وننزل نتماشى شوية انت كمان بصاصلي في الشوكولاتا اللي حتنهالي في التلاجة طب يالله اخويا ننزل عايزة تماشى تفضالي ايه ده؟ تصبورك الجديد اهه؟ كنت عن دعمات في المكتب واخدته منه كده انتي بقيت مواطنة سورية رسمي شمال؟ اما انا كان لازم استغل الحاجة الوعيدة اللي انتي بتفهمي فيها وعلى فكرة يا كوريا اللغة اللي انتي بتتكلميها دي وفاكرها انها تركي تبقى سوري وده باسبور سوري ايه؟ اهي لغة نتدارى فيها والسلام يا كوريا انا معرفش ازاي انتي اصلا كان ممكن تتكلمي مصري ليه خون شا الله؟ هندية؟ لا 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 بوس ايدك كفاية عليها التركي اسمعي القوضة دي باسمك تلوقتي باسمك الجديد كده ما لكيش اي علاقة بمصر اسمك الجديد ايه؟ نسيت نبي كنت فاكرة بس نسيت معلش يا كوريا حرام عليك اللي انتي بتعمليه فيا ده؟ المفروض ان انتي كنت قاعدة مع مرهان المرة اللي فاتت وكنت حافظة كل حاجة حصل ايه؟ والنعمة كنت حافظاه كنت حافظاه بس هو هو صعب كده وما بيلزقش في البوق طب قول تاني قول تاني كده والنبي ديما عباس ايوان هو ده ديما ما انا لازم ان انساه هو في واحدة اسمها ديما يعني انتي فاكرة ان في حد في الدنيا دي كلها اسمه كوريا؟ انت عتل تاري اقول ايه؟ لا القصد المفروض ان انتي سيدة اعمال كبيرة وعندك منتجعات قصدي كرسي احية كبيرة جدا في انحاء العالم في كندا وفي البرازيل وعندك مدينة ملاهي في تركيا قولنا بنا ما عارف احفظ كل الحاجات دي ازاي بس يال ساعتها بقى بقى حلا حلال ما تلاقيش انا حعب معاك واحفظك اماكينهم واسميهم بالزبط المهم تعرفي ان الحاجات دي نازلة على الانترنت بتواريخ قديمة يعني خمس لسبع سنين فاتوا نازلة باسمك وبصورك واضحة مية في المية ما هراسوت انت نزلت صورة عالنت زمن العلفي بطن البقرة خدوها وعملوها صور عريانة بطن البقرة ايه بس اللي انتي بتتكلمي عنا يا كوريا ماروان اكيد لما عارف اسمك من المطعم اول حاجة عملها دخل على الانترنت وعمل سرش عنك انتي واعماد بدليل انه هو اتصل باعماد السرش ازاي يعني؟ متشغليش بالك معلش كني ما قولتش حاجة انا عارف اللي انا بقولولك ده صعب وانتي مش مفروض تحفظيه بالزبط بس معلش احنا لازم نحاول وعشان خطري استحمليني ما انا بعمل العلايا والنعمة بس انا مش عارفة كده الحاجات دي عاملة زي الافلام الهندي وحاسها مش متعشقة في بعضيها كده وحتلفق في الاخر مش هتلفق لا يا كوريا احنا في وضع مفروض علينا بصي اعملي بس اللي انا بقولك عليه وحتلاقي كل حاجة ماشية صح اعرفش بقى ربنا يسطر ايه اللي انتي بتعمليه ده يا كوريا انا عارفة يا اخوة لو كان دل ما فيهاش منشرة دي وبعدين انا عايز افهم حاجة هي الناس اللي عادة دي هنا ايه معفنة لا بتغسل ولا بتتشطف اللي ما فيه حمام واحد فيه شطاه غيارات ايه وشطفات ايه يا كوريا يسود انا يالى انا عملتوا ف نفسي ده انا الي جدتوا لنافسي بلتيopher دلوقت طاي خش الباب مفتور صواد دير مسعد مساء ايه يا اعمد ازايك شيل 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 بتيده لا لا برSO حال غسيل حيتوسخ ايه قاعد يا اعمد قاعد 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 ما تخفيش عالجسير مخسل فيها بقى لي الساعة عملت ايه يا عماد؟ طمني زي المنترك في التليفون البيئة عايزنا انا اللي امسك له شغله السلطنة انا مش فاضي مش فاضي ليه يا اخوي؟ ما كنت امسك له شغله وخد فلوسه وارجع عنه كده احسن يا كوريا علشان ما يفتكرش ان احنا عايزين منه حاجة بالظبط ده راح المطعم تاني وده ان امريتو الواحد من الويترز وقاله لما حد فينا نظر سواء انا او كوريا يكلمه تمام يا عماد كده يبقى ماشي على الخطة اللي احنا رسميناه له بالظبط خطة ايه اللي احنا رسميناه الرجل طبع لها في المكتب وانت معايا خطة ايه؟ ده مش بعين ليه بيخبط على البد دلوقتي مي اختي مي ايه؟ هاوس كيربي عن ايه؟ بس غريبة قوي انت صغيرة في السنة على انك تكوني سيدة اعمال يعني عندنا بسوريا مثل بيقول صغير يوم وشهر بيعرف الميح بالظهر بس غريبة قوي انا اقول مرة اسمع مثل زي ده ده زي عندنا كده في مصر بس احنا عندنا بقى بالعكس يعني بيقولك الاكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة هااا ايوا صح انا مش عايز بس اكون ازعقتوكو لا ازعقا رب فضل فضل وحضرتك بقى يا تارا منين من سوريا؟ من الشام من الشام؟ الله بحب الشام ويا تارا بقى انت منين في الشام؟ ها؟ حكم أنا الشام حافظها إذا كان في يدي آه منين؟ من الشارع الجامع الشارع الجامع؟ ايه؟ لا مفيش حتة في الشام اسمها شارع الجامع تجيب فيه؟ اه اه ايوة ايوة انت تقصدي شارع الجامع الاموي ايه؟ اللي جام بسوق الحميدية ايه سوق الحميدية؟ الله دي منطقة جميلة جمال انا بعشاقها بالذات كمال انها بتفكرني بخان الخليل اللي في مصر ايه بسمع فيه بس بعمري ما زورت مصر ازاي؟ تبقى سوريا وما تزوريش مصر؟ ازاي ده يعني مصر وسوريا ايه؟ ما حاجة واحدة تحيا جمهورية العربية المتحدة اه 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 الحمدله على سلامتك يا حبيب لا يا سلمك ايه دا؟ قل لي ما صحيك لغاية دلوقتي مش غايلة نوم اه طيب انا خش انام بقى اسبعة على خير لا استنى ماروان انا انا عوز اسألك انت كنت فين اش معك السؤالة هذه يعني كيف الشغل طب انا عوز اتكلم معنك في حيك خير قولي فاكل الموضوع اللي انا قلتلك لما حسي نفسي انا مش خايفة منك ههكي لك اه ايه مش خايفة دلوقتي لا مش خايفة انا بو هعودي واحكي هعودي تعالى حبيبي مارا مالك الله الله ها ايديات ايه في ايه كنت حاوس اقولك ان انا ان انا حامل ايوه انا حامل منك في ايه يا ماراوان ايه يا ماراوان انا نفسي يطلع صوته زي صوتك عشان انت صوتك دافي وكل ما بسمعه بحس ان هو بيحضرني كده ماراوان ماراوان ايه كان ماراوان نعم لا مافيش ع 분و رأيك يا صليح لم لما كنت في الشغول كنت اسيط بشوية الصداع وكده فواضح ان ده من قلت النوم ف Wave يعني لو ريحت شوية أبقى كويس ألف مبروك يا حبيد ألف مبروك لك بارك فيك يالا أبقى خلبي أبقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمكسب فيهم كبير قوت يعني الموضوع بيبقى لطيف بس ازانك دي واحد فضل هكت للسجاير بس ورعا يالا انا ما احردك طبعا بس انا مختلف شوية بس في وجهة النظر لانه السياحة والعطارات دلوقتي ما بقيتش هي المجالات اللي ممكن تستثمري فيها في مصر الا بقى لو حايزة تخسر فلوسك في حدا يحب يخسر يمر وان باي لا طبعا ما فيش حدا بيحب يخسر ولذلك لو لو حد حيابت بيحط فلوسه فعلا في حاجة زى كده لازم بس بڤعمل لها ادراسة كويسة جدا بس هذا جاهلا باشا ما شكرا تمر بأي حاجة؟ لا شكراً فزي ما بقول لحضراتكو كده إنه آآ صلاة النبي أحسن كوريا أنا سورية مو من كوريا مين يا أمه؟ فيه إيه يا إبراهيم؟ فيه إيه؟ فيه إيه يا أمه؟ فيه إيه؟ إيه اللي جرا لك؟ إنت هم دقل شوية ولا إيه؟ ما عليش شبه فيها بيستاتليات اختكرتها كوريا أطلعها شبه الكوريين يلا بتفضل روح استناني في العربية يلا باش سدقوني مش مقصود أبد أنه بعدين حضرتك قلت هتروحي مصر فهتشوفي من الأشكال دي كتير الناسي في زعمات حصل خير حصل خير آآ إيه ده؟ إنت ليه سواقف؟ فضل لي أقرأ العربية أنا أخذ يا باشا طب بعد إذنك بس يا باشا هستأذن ساعة كده لحسن درقت واحد شابرمة وقلب القولون عند آآ طب يلا 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 روح يلا أنا بعتذر جدا للمرة التانية على اللي بيحصل ده بس سدقوني مش مقصود فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبة للإستثمار آآ آآ ما ظنش أن السياحة والعقارات هم دول أفضل مجالين ممكن نستثمر فيهم آآ سجارة أو زعمات؟ آآ الحمد لله السلامة وراء العنم الزنة مش كده أحزن لا شايلة ولا جارة ولا بامبرز وحضانات وحضانات يا حبيبتي اللي زهينة مالوش تقطان على الهاجات دي ياه مسجد إبراهيم كي بدكي عندك إيه؟ إبراهيم؟ ها؟ وأنا حسك إن مرتب إبراهيم عندي ليه؟ آآ صحير هتسايفين عندك ليه؟ ها انتك حقا انتك حقا حركة بارده حلوة كيف ده رسطوران ده روم يلا ها ايه يلا اخني قوليله ان احنا مستنين عشان يروحنا يلا ماما يلا بروح طيب اهلو اهلو ايبراهيم انا جوانا حبيبة قلبي تعال للمستشفى عشان ترجعنا على البيت ايه ده يوماروان مش عندك ولا ايه ليه ما كلمنيش هو تعال بس يلا يبراهيم ما تتأخرش احنا مستنيين اكل طيب تمام مسافة السكة سلامت يا نجا حبيبة قلب السلام يا براهيم الف سلام عليك وراء العنب الف سلام في واحد اسمه كبداكي بيسعى ساعات طبرة معاه كبداكي؟ جايب روح روح كلهم خلي تفضل جايب جايب اوه 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 اش هذا الشي اللي صاير لا 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 انت غلطان يا هيمن المفروض ما تلعب مع اماروان وانت من تقدة قطروا علينا قطروا علينا يا شيخ قاس عصفور تعال بسرعة اسمع عصفور اخذهم داخل واطلب الدكتور وخلا يجيب بسرعة بس انت زين سويت اللي يبت الحرباية هادي معاك انا من اليوم ورايح بعطيك الميدالية الذهبية في النساء سلامات سلامات طبعا انا باعتذرلك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده تصدقيني ما كانش مقصود بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك وما قدرت شامسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت سكنة معايا في نفس القتيل حصل خير اهلي بالشام متشددين متشددين متل ما بنسمع عن السعيدة عندكم بمصر وانا متربي عا هيك ما بيجوز اغيره اه انا عموة اكرم بس غريبة اوي ان اخواتنا في الشام بمتشددين اوي كده بس عموما انا غلطة عشان كده ارجوكي ارجوكي قبلي اسفي حصل خير عظيم يلا تفضلي شربي شكرا ما بدي لا ما تقوليش ان انت ما بتشربيش مفيش بيزنس هومن في الدنيا ما بتشربش يلا ما باشربي كتير يلا عشان خاطري المرة دي بس يلا تفضلي اقنع worst مهم شو هي المعلومات الخطيرة اللي بيدك تعلي اياها بص يا صتي انا في البيزنس ما بعرفش ازوا لحقيق لان اعارف ان البزنس دا عامل سر이라는 رصاصة يتصيب يتخيب ما فيهاش تهريك عشان كده انا حاسس ان الموضوع ده في نصبايا نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انتي عايزة تفتحيه في الساحل الشمالي في مصر في نصبايا كبيرة ومش اي نصبايا في نصبايا كبيرة قوي شو؟ انا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم انبهك مش عشان خاطر بس انا خايف عليك لأ عشان خاطر حس الوطني عشان اللي هيخدعك ده مصري وماينفعش انتي تاخدي صورة ان المصريين كلهم وحشين لا خالص المصريين حلوين وحلوين قوي واي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة مصر ام الدنيا يا زلمة عماد ناصف ده وتمزرش مصر من 8 سنين يعني مايعرفش اي حاجة عن مصر والمبالغ اللي حتطالب في الميزانية دي مبالغ كبيرة جدا ومبالغ فيها وانا لما جيت حسابت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسار بنسبة 500 المية يعني لو حبيت تكسابي اي قرش مش هتكسابي اقل من 10 ا 15 سنة بل ما تعرف تكسابي بالتالي ده هيعملك هدك كبير جدا في راس المال ودورة راس المال هتلاقيها حصلها انها تقب مالكة ديما فيه تعنيك واجعكي؟ مالك عاملة حاجة ايه مو معقول انا وصيت المكتب تابعي بالشرق الاوسط واكدولي ان المشروع لوز اللوز لوز اللوز نعم ايه لوز اللوز دي؟ ايه ايه؟ مو هيكة تحكوا بالمصري؟ ها يا الافلام الافلام فظيعة لا فعلا انا احنا بنحكي في المصري كده بس انا عايز اقول لك حاجة انت لو عايزة تستثمري فعلا ماينفعش تستثمري في مصر هم تلت دول اللي ممكن تستثمري فيهم لندن والمكسيك واليونان هم تلت دول دول وانا عندي افكار كويسة جدا ان احنا نعرف نستثمري فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا لكن مصر لا ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران والله ما بعرف بفكر وبخبرك بس المشكلة اني عملت كتير استعدادات من شان مصر بس بفكر بفكر الله يخرب بيوتكم ده شربني مونكر اللي هيتهولا عفنا رجوها انا مادرة كريم مونكر؟ معلش مفيش مشاكل مش مشكلة ايه بس ده بينجس البوق اربعين يوق يا ست يخسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا اخسل سناني؟ لي ان شاء الله نايس تقولي يخسلي رجلك قبل ما تنام وانت بتكلم من دوختك يا خويا اسمعي يا كوريا احنا خلاص قربنا نوصل اللي احنا عايزينه المرة دي قالك اشاركك في اليونان او في الدول اللي مفياش تسليم مطلوبين المرة الجاية هتقفلي معاها لأساس من الكراحة مصر والسبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتمية بيه تماما والنبي عملي دلوقتي فبق الله يسامح انا حاسة ولا اللباسها كلبي سود واجرم طب اقولك على خبر يفرعك اقولك اخويا بدل ما انا متنكدة كده للنهاء هايدي جولي؟ مال صدر لها قرار افراج والنبي جد يا الفن هرابياد يا ما انت كريم يا راب الحمد لله طب بقولك ايه احنا بقى ننزل على مصر حنفضل مرزين هنا نعمل ايه نرجع مصر نعمل ايه؟ ده قرار افراج بكفالة يعني هايدي لستة في قطر ولازم نرجع مصر بسرعة بالفلوس قبل ما يتحكم عليها بس يلا مش مهم المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها ها قبل ما تاخد البراءات كبيرة يا راب ماشا اخويا يلا سلام بقى سلام 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 اخونا اوه اوه مفيش فايدة ما احنا في بلد اجنابي بقى ما هيصلطة هنفضل راحين جايين لبعض في السوقتات ماشي وانا بلدك وش المراضي انت ما بتفهم يا نصبتي كيب داكي اللي جراه لك اللي دهولت كده تعال اوه يا كوريا تعال يا اخوي تعال ده نكال تعال يا كوريا من مين يا اخوي ما كالهاش حمار سلامتك يا اخوي اوه الله طبعا اه ما تشهدوا انا لاي لالله ايه اللي انت عاملاها بنفسك ده يا كوريا طالعا من الحمام على هنيه على طيه ده يوه وانا مالا خال مو بل بيلابسوني كده وانا اعلى اخوي يا مالت ماشي ماشي استنى استنى اخاة هلو ايه يا ديمة ازايك عاملة ايه وحشتيني كتير هلو ايه الدوشة اللي عندك دي اه 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 انا هون بمصر هاي دوشة مصر الله عليها الله يحنيها بتاخد العقل عجلي ايه ايه اللي مسلطة للسوري اللي لباس معاكات يلا خالي يلا بيش لطني نمسك لطني نمسك لطني نمسك بطني فضايحة عالي انتهى بلياضيك ابداكي ولا عبيد عامل ناصح ومفتح وفرق علوس بتتنطة يمين وشمال وانت في الاخر محبوس في علبة صفيح لقد علبة السجايل كل ما تنط تنطة تروح مرزوعة واقعة مدر واخر شوية وتقول عيب انا جدع وتقوم تنط تاني وتروح مرزوعة تاني لما قادي منظرك في الاخر متكحول ومتكحرت ومفيش في جيبك عشرين بولبول مصري ولا يوناني وقاعد مع واحد راجل شيخ بيعطف عليك ولا كأنك عويل كان فيها ايه يعني لو فضلت قافش في ايد البت كوريا لما مدتها لك مليون مرة مش بدل من انت واقف لوحدك في اخر الدنيا خسران كل حاجة بلدك ومزيتك وعيشتك اللي كنت عايشها برينس على شوية عيال شابك لا الحكاية كده مش جايبة همها انا لازم ارجع مصر لازم ارجع تسنلو ايو ماجد بقولك ايه انا عايزك تكلم نادر عالم الدين وديتأكد من المعلومات اللي هو بيقولها ولو صح عايزك تخلص انت كل حاجة ماشي ايه دا وانا من امتى باكل عليك فلوس الله جرى ايه وبعدين اديني جيبلك شغلانة جديدة بفلوس جديدة ما تاهدأ وعايزك في حاجة تانية عايزك تشوف لي الدنيا بتاعت ابو طالب وهايدي ونجوان بيعملوا ايه بيتصرفوا ازاي بيروحوا فين مش عايزك كعبل في اي حد فيهم لما اجي مصر حتى ولو صدفة ماشي انا كان مالي ومالي الشحطات الصودة اللي انا فيها دي يعني كان لازم اعمل في امها جدعة اخرب بيتك اجلي على بيت اليوم اللي شفتك فيه يا ربنا اه 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 طب انا 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 في حاجة كده بقالي فترة بفكر فيها بصراحة كلامي كل اللي انت اتكلمت فيه عن مشروع وعن مصر شغل دماغي جدا وانا حبي برجع بلدي واشتغل فيها تاني فاي رأيك اشاركك في المشروع بتاعك اه منيح كتير منيح طيب لو انت موضوع التوقعات والاتفاقيات ده لسه ما خلصتيش فيها استنيني شوية كده لغاية ماكي اه مو بعطيب بقدر انا ملتزمة بموعيد انا مش طالب منك كتير يعني انت بس استني شوية صغيرين وانا هكون جايلك في اسرع وقت ممكن بشوف الله بيسهل عظيم طيب انا مش عايز اعطلك يعني لو الموضوع متيسر كملي فيه وانا لما هرجعلك ان شاء الله مش هزيبك هشاركك يعني هشاركك الله بيسهل سلام سلام الله ياخدك يا بيت شايفتك معجب بالمصنع حالا كويس حلو انا كمان بفكر ان انا وانتي بتشارك فيه ارائيك بفكره بشوف سوري ماليش رسالة بس اشوف خطو لا يا فندم يا رب بيكون المصنع عاجب حضرتك ايه حلو كتير لا يا فندم دا احنا عندنا كمان عميالة عمضة الرابعة على اعلى مستوى دا غير المعدات الحديثة يا فندم وانشاء مصنع ورايك في اذنك كتير وين نكتشوف الماكينات هبنستورده من المانيا يا فندم وده احسن مكان بيجيب منه مكان ماشا يا يا فندم ماشا يا فندم ماشا يا فندم ماشا يا فندم اوفي على المانيا يا فندم ماليع مهاش أحسس إن المكان اللي هو بيقولي عليه أحدث حاجة ده مش أحدث حاجة ولا حاجة وبعدين مش عارف لي زي ما بيقوله عندنا في مصر كده قلبي مقبول أحسس إنه في حاجة بس كيف؟ هو بيقولي نعم أحدث ماكينات عم مستوى العالم وإنت كنت من شوي موجب بالمصنع مش عارف مش عارف قلبة قطت فأكيد أدوسي أنا طول عمري طول عمري بتعامل بالحساسي بيني وبين ربنا عمار اللي بحسه فيها صح فأنا بحسس إنه في حاجة برد بقولك إيه؟ بتيجي نقعد في العربية في التاكيف شوية يمكن الشمس والحرة مش مخلييني عارف أعبرلك يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التاكيف عارف أقولك اللي جواي تعال تعال افضل افضل ها اه 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 للمشي هيا اللفة شوية كده لفة صغيرة بالعربية اه آه قريطة كدير غريبة أنا مو فهمتك لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا رحمك أمان أنتو لازمة أهليكو إيه؟ لازمة أهليكو إيه؟ ضوّل بالك يا كبداكي اهدى اهدى خلنا نفكر بعجلنا الأمور ما تتخذ بالطريقة هاي أمان تتخذ إزاي يا شيخ جاسب؟ مش أنت اللي إلي عندك مصنع وإنك مسيطر؟ تتخذ من قدام يعنيك وكده عادي؟ هو قد ياء واحد راجعين يا فنم هتس بنادر بيه وبلغوا فنم كلموا في السكة يلا كله على ربيطه طيران وراء مروان يمكننا نلحقه سرعة سرعة وإنت أخذ سيارتي وإسمها أي شي تحتاج اتصل فيني أنا تحتمره وإذا لجيت الأخت كوريا أخذها واتصل فيني متشكر متشكر يا شيخ جاسب العفو العفو مع السلامة يا يا سوك انت فين؟ طب إيه جازان حردي عليك دلوقت هاي تفاهمك رماك يلا سلامة يعني مفيش طرية أن احنا نرجع فروس هايدي غير إن كوريا تنصب على مروان؟ ما تقولش تنصب يا بابي دي فلوسنا بعدين مروان هو النصطاب والحرامي بس أنا قلقنا قوي على الكوريا نادر ما تقلقيش يا هايدي قولي الحمد لله إن إحنا نجحنا في نص الخطة الأولاني وإنتي خدتي برقتك النص اللي جاي أسهل بكتير وأنا متابع مع البوديجردات بعدين ما تنسيش إبراهيم معها يعني هي مش لوحدها فما تقلقيش هلو؟ إيه؟ مروان خطفا؟ مروان خطفا؟ مروان خطفا؟ مروان خطفا؟ قوسيقى دي الكلب! دي الكلب! دي الكلب! انت هيبت! مين لذقت عليها؟ انت عارف ان اخسرت كم؟ خمسة وعشرين مليون! دول ولا حاجة! مصاد ان انا عرف مين ولاد الكلب! اللي سقينك عليها! قولها ابت! قوله ان انا اغناغك! انت فهمة! انا اغناغك! واخليكي تعيشي! العيشة ننومك! حتى ما انت احنا ملكش بيها! انت! واولي! كده! كده تنف على خلقة ربنا! الله يسمعك! الله يسمعك! اغناغك! انت اغناغك! انت اغناغك! انت اغناغك! الله هتحرك فورا! واعمل تحريات عن كل علاقات ومعارف مروان! واكيد هو مش هتحرك في دايرة اوسع من كده! لا يا علاء احنا محتاجين نتحرك اسرع من كده! انا كلمتك النهاردة عشان انت اكتر واحد ممكن يساعدنا نوفر الوقت! كده وقت التحريات على بيه مش وقته قالص! الراجل اسمه مروان ده راجل واعي! واكل مال البلد! مش بعيد يتاوي بكوريا ويقتلها! عشان خطرها بيه! يا محامي يا كبير! اتصرف لنا في الكوريا! هتموتل من يديه دا! انا عارفة حد يعرف كل تحركاته! والحاجات اللي هو بيعملها! بس مش عارفة خليه يتكلم ازاي! مين هو؟ المحامي بتاعه! ماجد! دراجل معباده ودينه الفلوس! بس انا اعرف اجيبه ازاي! انا حفهمه ان انا عايزه يمسك شغلي وحديله اللي هو عاوزه! حيجي على ماله وجه! خلاص انا وقفني! انا! كوريا جوه يا سوك! والله اعلم اكددك! ممكن جاي عشان اي حرار! ايه حاجة اقول الكوريا جوه! تبتعمليه هنا يا براهيم! ماروان جوه يا بيت! معرفش! ردي عليها ماروان جوه! هو تبنى ابني ولا ايه! ماروان فيه! معرفش! طب خليها معك يا سوك يا بقى لغتنى! انا عارف! تعالي يا امور انا عايي! سيب انت! ايه وا! ايه وا بس! انت اتعلق لها او اتكررتك الي بقصدك وش يخليت لي وش! ايه! هيو! بس يابد! عمور؟ ما اسف يا دي مهامي! ما اسف؟ عليش! ما اسف يا اسف؟ ما اسف؟ أنا بدل بوصل لبعض كتير بتعرف برينك بدك منين؟ بتعرف الواد بن بطن البقرة ده منين؟ ممت؟ انتي إيه؟ ما في تخافيش؟ ها؟ أنا ما بخافش إلا من الخلق تمام يبقى لازم أهديك ليه ويبقى منك لله منك إيه؟ لله كوريا أهدى؟ ما كان كاكب تاكي بايس هذا؟ لا 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 بابتتو معرفة قديمة بقى ما هي دخلت الشاطر حاسن ده عشان يبقى ست الحزم بايتي بأى الحكة بتاعتم يلا حبيبا يلا كنتمو المكان باقي يا حبيبا يلا مصر هروني أنا أخذ كوريا و هنضغر دنيا قديم أول فالب دا تروحي معي و لا اشتركوا في القناة ايما 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 ارهة ايما ايما يا ايما لا ابري أبري ايها ارهة اصبي ليصلك اسمه اوه 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 تحافظ الشهادة ولا تقوله وراها اوه 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 תכויס יאללה 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 פידא קוליה הוא מייבט רומי قمة اوه خليها انت ياي خليها تخفي أحيانا يאללה ماشا الله قال لك سلام عليك يا كوريا ما務انك يا ساحبي اده ايه الدمي ده الفbros السلام عليك و يا Skywalker 잖아요 انت طمين عليك لكن ادى دام ده COURYA كوريا حمد لله ع السلام عليك كوريا الحمد لله ع السلام قويسة. انت لعي السلاحة. مروح. مروح. مروح? مروح. شفتي بتلف تلف وترجعيه زي زي رشا ممسوح. روح روح هاتيلي دكتور بصرع. اه يا اخي. انت ايه? اه? 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 ها? اه? اه? انت مش مكافيين كل اللي عملتوا فيا? لسا بتعبورني? ده فاك نفسك يا مروان. ها? انا مش حاجب لك لسا عافية. اه? احسيبك تموت قبل فقط. مرشة كل اللي عملتوا فيا انا تفوع موقفلك الناس. اه? اه ده دكتور بصرع. مش حاجب لك بكتول. يا روح! اه? انت بتاعي انا يا مروان. ومحدش حياتلك غير. تفهمني؟ ما حدش هيدي لك غيري إنا بنا صعبة لنا على يلا يندور أمهم ماتت وبهم رميهم واختهم هيتحكم عليها بالأعدام ما بقى لهمش حد اللي ربنا وإنتوا بس أنا مبسوطة يا بابا أوي زي ما يكون لا أروحوا فيهم بيقضي معاهم اليوم كله لدرجة أن أنا بقيتها غير منهم طيب أقوم أنا بقى لهم مهدومي والبس على ما خلي شكري يجي عشان نروح نشوف الشقة الجديدة اللي جابها لنا في الحار وأنا هعدي عليك بكرة بدرين بصة على المحل اللي أنت قفله نشوف بقى هنوضبه إزاي وهنعمل في إيه لازم نبتدي نشتغل والنبنا ملادد علي أنزولك للحارة وشغلك فيها من تاني كان نفس أرجع لك فلوسك كلها على داير المالية أنت جيبت لي البراء اللي أهم من الفلوس وبعدها أنا مش عايزة روح للحارة عشان الشغل لو عالشغل بابي أو نادر ممكن يلاقولي شغل في أي حتة أنا عايزة أرجع لحارة عشانك وعشان أنا حبيت المكان وعايزة تديه زي مداني ماشي يا جوح السلام عليكم إزايك يا كوريا إزايك يا دكتور أهلا يا نادر إزايك يا هايدي الحمد لله أمطالب بيه إزاي حضرتك أهلا 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 ليك وحشة والنبي دكتور دكتور تاني يا أخ أخو أنت تعلميش مني حاجة يا كوريا يا أخو يا فكك مني بقى مش الفيلم خلص خلص لا ليس ما خلص يعني يعني هايدي هانم تحب الفلوس بتاعتك تتحول على أي حساب ولا تحب تصير فيهم كاش ولو إني أشك إن أنا مابلع كبير شوية فلوس إيه أنا مش فهم حاجة يا نادر فلوسك اللي مروان نصب عليه كفية الخمسة وعشرين مليون دولار مالهم تحبوا تاخدوها إزاي ناخدها إزاي يعني إيه إذا كان مروان مات وملوش ورسة والفلوس دي المفروض تروح للدولة دا لو اليونان أصلا أفرجت عنها الكلام دا مش مظبوط يا هايدي لأن مروان ليه ورسة ورسة مين؟ مراته مراته مين؟ حضرتك إيه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر أبو طالب مروان طلق هايدي شافوي كتبلك ورقة أنت طالق يا حبيبي لكن وهو بيهرف فعلا مكانش عند وقت يروح للمأزوم ويوثق الكلام دا وبالتالي أنت قدام الحكومة مراته ولما مات تبقى أنت الوريسة الوحيدة ليه وأنا كلمت البنك والسفارة في اليونان وخلصت كل الإجراءات معهم والفلوس جاهزة عالتحويل زغرت يا كوكي الله أجل وإنها بنتي ربنا راضي عني كنيتك صافي الحمد لله ما حدش هيخلص الحكاية دي إلا الراجل دا اسمعوا بقى الفلوس دي مش بتاعت أنا الوحدي أولا أنا هعمل براند بإسمي وهفتح مصنع اللبس اللي طول عمري بأحلام بيه وكوكي هتبقى الشركتي انت بقى يا دكتور نادر هتزبطينا كل حاجة وتخلصينا الموضوع لا 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 دي شو هي يا دكتور إيه؟ مصنع يعني كبداك اسمعي مين؟ دا كبداكي لعبته المصنع كده هو مصنع يعني كبداكي أمراه شكرا شكرا شكرا